ومساعة الفرق والمجموعة يتعلق الأمر اليوم بقطاع العلاقة مع البرلمان وحقوق الإنسان القطاع الثاني الشغل والإدماج المهني القطاع الثالث هو القطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقصاد الاجتماعي قبل ذلك أعطي الكلمة للسيدة الأمينة لتلاوة المراصلة الواردة على المجلس فتتفضل مشكورة شكرا السيد رئيس توصل مكتب المجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون تنظيمي رقم 57 عشرين يقضي بتغيير وتتميم القانون تنظيمي رقم سفر جوج 12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقها لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور مشروع قانون رقم 67 عشرين بتغيير وتتميم القانون رقم سفر جوج المتعلق بالنظام التبغ الخام والتبغ المصنعة ومن المحكمة الدستورية توصل المجلس بالقرار رقم 128 الذي صرحت المحكمة بمقتضاه بإتبات تجريد السيد مصطفى العمار المنتخب عن الدائرة الانتخابية الرشيدية من عضويته بمجلس النواب وبالشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 26 أكتوبر إلى جوج نوانبر 2020 هي تسع أسئلة شفوية 64 سؤالا كتابيا وتم سحب سؤالين كتابيين شكرا سيد رئيس شكرا سيدة الأمينة أود أن أخبر سيدة السادة عضاء المجلس أن هناك جلسة شريعية بعد جلسة الأسئلة الشفوية هذه ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 230 بتغيير وتتميم القانون رقم 1296 القاضي بإصلاح القرد الشعبي بالمغرب لذلك إن شاء الله تكون لدينا هذه الجلسة بعد الأسئلة الشفوية إذن نبدأ بمعالجة جدو الأعمال لهذه الجلسة ونبدأ بقطاع حقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان ونرحب بالسيد وزير الدولة طبعا في إطار سؤاليني في وحدة الموضوع السؤال الأول للأغلبية نعم سيدنا شكرا سيد رئيس سيد رئيس لابدى باش نتمنوا القرار الأخير دي المجلس الأمن ليفتح أفاق جديدة على النزاع المفتعل وفي نفس الوقت الرأي العام والرأي الوطني يتابع بقلق شديد لاستفزازات من طرف واحد الحفنة واحد العصابات لما اكتفتش بقطع الطريق بل أصبحت سسافز قواتنا المسلحة الملكية شكرا سيد نائب شكرا سيد نائب نقطة النظام يجب أن تتعلقها بتسيير جلسة ولو أن الموضوع يهمنا جميعا نحن في ذلك لا هذه قضيتنا جميعا سيد نائب سيد نائب المجلس كله معني بهذا الموضوع بكل مكوناته ستكون فرصة متحة للجميع في ذلك أنا خلت سيد نائب تتكلم ولو أن نقطة النظام غير متعلقة بتسيير جلسة شكرا سيد نائب سيد رئيس رباح اليوم دي الرؤوساء الفراق تدولنا في هذا الموضوع وتقرر يعني الاستنكار في بيان في البلاغ الذي سيون شرط تبعا لهذا الاجتماع يعني قررناه وعلى مستوى المكتب ستتأخذوا الإجراءات اللازمة خلال الأيام القادمة جيد مرحبا طبعا مكتب مجلس النواب لا يمكنه إلا أن يؤكد مواقف المجلس لي مواقف الشعب المغربي بكل مكوناته بشأن القضية الوطنية وكل ما يقع من السفزازات في ذلك إن شاء الله الاتفاق إذا حصل على إصدار بلغ سيكون إن شاء الله شكرا سيد رئيس إذا نبدأ ببسط الأسئلة السؤالين المتعلقين بقطاع الحقوق الإنسان والحلاقة مع البرلمان السؤال الأول لفرق الأغلبية أحد السيدات والسادة النواب سيدة النائبة فضلي في دقيقة من فضلي سيدات والسادة النواب معترمين ارتباطا باختصاصات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وأخدا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية الحالية المتسمة بجائحة كورونا وتداعيتها نطرح على سيدتكم بإسم فرق الأغلبية السؤالين التالين كيف تقيمون الوضعية الحالية لحقوق الإنسان في بلادنا وما هي التدابير المتخذة لدعم ومواكبة جمعيات المجتمع المدني من أجل الإسهام في التصدي لجائحة كورونا وشكرا شكرا سيدة النائبة سؤال مجموعة وفرق المعارضة تضلي سيدة النائبة سيدة الرئيس سيدة النواب المغرب عرف نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات الأساسية إلا أن بعض الممارسات التي تم تسجيلها خلال فترة حالة الطوارئ هذه الممارسات التي تحط بكرمة الإنسانية وتمس بحري التعبير تسائل الحكومة عن موقفها من هذه الممارسات والإجراءات المتخذة لتفاديها هل لدى الحكومة خطة واضحة المعالم للنهوض بحقوق الإنسان بما فيها أساساً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي عرفت تراجعاً ملحوظاً خلال فترة الجائحة خاصة فيما يتعلق بتسريح العمال وتقييد الحريات النقابية هل لدى الحكومة رؤية استشرافية للتعامل الإيجابي مع مقترحات القوانين والأسئلة وطلبات اجتماعات اللجان في أفق تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه خدمة تطوير العمل البرلماني وإغنائه وتحسين أدائه وشكراً شكراً سيد النائبة جواب سيد وزير الدولة بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس سيدات النائبات والسادة النواب أشكركم على هذه الأسئلة الوجهة إلا أن هذه الأسئلة تتعلق بالوضع الحقوقي خلال هذه المرحلة الصعبة كما تتعلق بالعلاقة مع البرلمان وتدبير العلاقة أيضاً مع المجتمع المدني ونظر لذيق الوقت فسوف أركز في جواب الأول حول الوضع الحقوقي خلال مرحلة الجائحة وعمل الحكومة فيما تستشرفه من إجراءات من أجل النهوض بأوضاع الحقوق الإنسان في هذه المرحلة الصعبة على أنه إن بقي وقت للتعقيب فسوف أجيبكم حسب ما تريدون حول الموضوعين الآخرين أقول وبالله التوفيق إن بلادنا كما هو الحال بالنسبة لجميع بلدان العالم تدبر جائحة غير مسبوقة وبائياً لذلك فإن منظمة الصحة العالمية أصدرت مجموعة من البلاغات والبيانات المختلفة والمتبينة والتي تأكس محدودية الإدراك العلمي للجائحة وهذا ما يفسر أنه لا توجد إلى حد الآن معطيات كافية حول الوقاية منها ولا معطيات دقيقة حول تطور المرض وكيفية القضاء عليه كما أن الدول عبر العالم تعاملت مع الوباء بطلق مختلفة بسبب ما ذكر علىه غير أن ذلك خلق إشكالات تتعلق من جهة بكيفيات الحد من الخسائر البشرية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى مع العلم أن الخسائر البشرية تجاوزت عالمياً مليون ومائة ألف نسمة كما أن الانكماش الاقتصادي بلغ أوجهه إذ وصل على سبيل المثال في أوروبا ما قدره ناقص 7.4% من الناتج الداخل الخام وقد خلفت هذه الوضعية الصحية والاقتصادية والاجتماعية من حيث مستوى كيفية تدبير الجائحة التي يطبعها الاضطراب والتباين وعبر العالم وهكذا فإن النماذج الدولية تترى أرجح بين خيارات ومسالك مختلفة بل إن الدولة الواحدة تنتقل من خيار لآخر وكلها خيارات صعبة وآخرها بعض ما وقع ويقع ببعض الدول الأورقية القريبة التي عاد بعضها إلى الحجر الصحي الشامل وبعضها إلى الحجر الصحي الجزئي نموذج فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا وغيرها كما أنه من جهة أخرى وبالنسبة إلينا في المغرب فإن مؤسسات بلادنا كتفت الجهود وعبأت الطاقات من أجل حماية الحق في الحياة والصحة وذلك أدى إلى مواجهة أو بروز إشكالات اقتصادية واجتماعية صعبة ذلك أنه ليس سهلا في مثل هذه الظروف هنا وعبر العالم إن لم يكن مستحيلا الضمان التام للحق في الحياة والصحة وفي نفس الآن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام وإذا كانت بلادنا حضرات السيدات والسادة المحترمين اختارت عند حلول الجائحة الحفاظ على حياة المواطنين وضمان صحتهم ومنحها الأولوية فإن ذلك خلق أضراراً اقتصادية واجتماعية جسيمة وهو ما جعل الحكومة تعيد حساباتها كما هو حال جميع الحكومات أو معظمها عبر العالم وذلك في اتجاه إعادة الميزان لاستوائه من خلال اتخاذ مجموعة تدابير لمعالجة آتار هذه الجائحة سواء على مستوى القطاع الصحي أو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وشيء طبيعي أنه بالرغم من المجهودات المبدولة وغير المسبوقة إن على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أن تسجل خصاصات ينبغي سدها وتسجل تحديات ينبغي تعين مواجهتها واختلالات تتطلب التصدي لها إن الجدير بالذكر هنا أن الوتائق المرجعية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحق المدنية والسياسية استحضرت حالة الطوارئ الصحياء نتيجة الأوبئة واشترت الإعلان عنها رسميا واتخاذ تدابير لازمة لمواجهتها في أضيق الحدود مع شروط أخرى تتعلق بعدم المس بالحقوق الجوهرية وعدم التمييز بين الناس وهكذا فإن من حق الدول تقييض بعض الحقوق وتقييض بعض الحريات حفاظا على الحق الأساس الذي هو الحق في الحياة لكن ذلك ينبغي أن يبقى في حدود الضرورة وهو ما حرست عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخدة سواء منها التشريعية أو الإجرائية وإذا كان البعض في الداخل أو الخارج قد سجل على السلطات المغربية معتبر مبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية خلال تدبير موضوع الجائحة فإن الأرقام المعلنة تشير إلى أن الأشخاص المخالفين بلغ عددهم إلى غاية 27 أكتوبر 126.444 شخصاً وهو عدد يهم عموم المخالفين لمقتلات القانون الجنائي مع خرق حالة الطوارئ الصحية والذين يوجد معظمهم في حالة اعتقال والذين يوجد معظمهم في حالة صراح وبعضهم في حالة اعتقال أما عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية فينحصر في 799 قضية بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية اعتقل 799 شخص مقابل متابعة 126.270 حالة في حالة صراح وهنا أود أن أشير إلى أنه إذا كان للأرقام أهميته فإن الأهم من ذلك هو احترام الشرعية والمشروعية ذلك أن السلطات المغربية إذا كان من المهم مساءلتها عن الأعداد المسجلة فإنه ينبغي مساءلتها قبل ذلك عن مدى احترام هذه القانون سواء تعلق الأمر عند المتابعة أو عند الاعتقال وهذه المساءلة ينبغي أن تستحضر أيضا إشكالية الحفاظ على الحق في الحياة والصحة في زمن الأزمة الوبائية الراهنة وهنا أؤكد بصفتي وزيرا مكلفا بحق إنسان وباعتبار ما نتوصل به من شكاة أن التدبير العمومي الحرية في هذه المرحلة الصعبة إن كان قد شابته بعض ما يشوب كل تدبير في مثل هذه الظروف فإنه يبقى على العموم فإنه يبقى على العموم مقبولا وليس هناك من مؤاخدات جوهرية وقبرى تسجل عليه بخلاف ما يشاع ويقع سيد الرئيس المحترم سيدات نائبات المحترمات السادة والمحترمين جوابا على ما تعلق بالحقوق اقتصادية واجتماعية وما أنجزته وستنجزه الحكومة بصدرها نقول بأن حماية الحق في الصحة وسلامة المواطنين في ظل الخطر الكبير الوباء وبتوجهات ملكية سامية أوجب تعزيز إمكانات وقدرات المنظومة الصحية الوطنية على مستوى الاستقبال والتكفل بالحالات المصابة بالفيروس والرصد واليقدة وتعبئة كل إمكانيات المنظومة الصحية الوطنية المدنية منها والعسكرية تنبغي الإشارة هنا إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ ثلاثة ملايير درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورنا لدعم قطاع الصحة ينضاف إلى ذلك 18 مليار فصلة 6 درهم تم تخصيصها لهذا القطاع برسم قانون المالي لسنة 2020 لتبلغ ما يفوق 23 مليار درهم برسم مشروع قانون المالي لسنة 2021 فضلا عن تخصيص 5500 منصب شغل للقطاع بزية 1500 منصب عن السنة المالية الجارية وهذا ما يؤكد توجه الحكومة إلى توفر كل إمكانيات اللازمة والوسائل الترورية للنهوض بهذا القطاع الذي تواجه تحديات تستلزم انخراط مختلف الفاعل المعنيين مع العلم أن هذا القطاع يعرف خصصات كبرى نظران للاختلالات الجسيمة التي يعاني منها والتي راكمها عبر السن هذا مع العلم أيضا أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تنكب الحكومة على تطوير برنامج توسيع التغطية الاجتماعية الذي تم إطلاقه سنة 2019 للاعتقاء به في أفق تعمير التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة على مدى الخمس سنوات المقبلة وفقا لأربع مقونات أساسية تعرفونها جيدا لكننا هنا نذكر بها والذكرات نفع المؤمنين أولا تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل المنظور قريب لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض ثانيا تعميم التعويضات العائلية وتشمل ما يقاري 7 ملايين طفل في سن الدراسة ثالثا توسيع الخراط في نظام التعاقب حوالي 5 ملايين من المغاربة رابعا تعميم استفادة من التأمين عن التعويض عن فقدان الشغل وهذه كلها مشاريع اجتماعية كبرى غير مسبوقة نتمنى أن تستطيع هذه الحكومة والحكومة التي ستأتي بعدها وتتوفق في إنجازها وإذا تم ذلك وخلال المدى الزمني المحدد فسيكون ذلك إنجاز تاريخي كبير من حق المغاربة أن يفخروا به أما بالنسبة الحق في العمل فقد تخذت الحكومة عددا من التدابير والإجراءات لدعم المقاولات المتوقفة عن العمال للحفاظ على المناصب الشغل الذيها وعلى القدرة الشرائية للأجراء وهنا أشير إلى أن جميع أشكال الدعم التي قدمت للمقاولات لم تقدم للمقاولات في حديداتها وإنما قدمت للمقاولات بشرط الحفاظ على مناصب الشغل إذن المواطن العامل هو الهدف وهو المبتع وهكذا فإن الإجراءات المتخذة يمكن إجمالها فيما يلي منح تعويض شهر جزافي كما تعلمون قدره الفيدرهم لفائدة أجراء المستخدمين لموجب عقود الاندماج المتوقفين المؤقتن العمال المنتابين لمقاولات المنخيطة في الصندوق الوطني للدمناج الاجتماعي التي تواجهه صعوبات وكما تعلمون فقد بلغ عدد المستفرين حوالي مليون أجير فضلا عن استفادة من تأجيل سداد القرض البنكية واعتماد عدة إجراءات خاصة داعمة للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع السياحي بموجب القوانين التي تفضلتهم بالمصدقة عليها كذلك بالنظر لما تقتضيه وضعية بعض الفئات الاجتماعية التي تأثرت بفعل جائحة باضرت بلادنا وبالتوجيه دائم من جلالة الملك إلى تخصيص دعم مالي من الحساب الخاص بتدبير جائحة كورونا للأسر المتضررة من التوقف الإطارة يعني العمل بسبب الحجر الصحي من خلال دعم فئات عاملة بالقطاع غير المهيكل المنخيطة في نظام مساعدة طبية رميد وغير المنخيطة بأي نظام الحماية الاجتماعية والتي استفادت لمدة ثلاث أشهر من دعم مالي يتراوح بين 800 و 1200 درهم استفادت حوالي 5 مليون أسرى مغربية وقد بلغت تكاريف التي تم أداؤها من الحساب الخاص بهذا الموضوع ما يناهز 21 مليار درهم السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة المحترمين تجدروا الإشارة إلى أن 74 ألف مقاولة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة استفادت مما يزيد عن 46 مليار درهم من القروض المضمونة لمساعدتها على الصمود في وجه الأزمة والحفاظ على مناصب الشغل وأقول والحفاظ على مناصب الشغل لأنه ليس الهدف هو فقط أن تحافظ هذه المقاولات على وجودها واستمرارها ولكن بالأساس حفاظ على مناصب الشغل كما أنه ولهذه الغاية تم اعتماد رؤية اقتصادية على المدين القصير والمتوسط من خلال قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وخطة للإنعاش الاقتصادي التي تم الارتكاز عليها كموجه أساسي ضمن مشروع قانون المالية سنة 2021 الذي يوجد بين أيديكم وتحت نظريكم وطبعاً سيخدعوا لتعديلاتكم كما تم بدل مجهود كبير للحفاظ على مستويات مقدر الاستثمار العمومي لتحريك العجلة الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل وكذلك اعتماد ميطاق حول مخطط الإقلاع الاقتصادي للعمل على ثقوية الحركة الاقتصادية وتحريق مناعة الاقتصاد المقاولات وبالطبع حضرات سيدات والسادة المحترمين ونظراً لديق الوقت فإنني سأقول كلمات في موضوع العلاقة مع البرنامان وذلك فيما يهم المجتمع المدني الحكومة حريصة أيها سيدات والسادة على تعاون فعال ومثمر في إطار ما ينسوا عليه الدستور من استقلال وتوازن وتعاون طبعاً هذا التعاون لا يرقى إلى مستوى ما يريده وزير الدولة المكلة بحب الإنسان فكما قلت دائماً أنا سفير البرنامان لدى الحكومة وأحياناً أجد صعوبات مع الحكومة في الرفع منستوى يعني أدائها وتعاملها مع البرنامان وأيضاً أنا سفير الحكومة لديكم وأحياناً أجد بعض الصعوبات معكم ولكن في النهاية أسجل على العموم أنه كهين هناك تعاون ولكن كهين مراحضات ومن حقكم أن تستجلوا تلك المراحضات وهناك تفاصيل سنناقفها في رجل العدوة الشريع وحق الإنسان مع السيدات والسداء النوب بالنسبة للمجتمع المدني طبعاً الوضعية صعبة لأنه المجتمع المدني لا يمكن أن يتفاعل مع القضايا التي توجد على جدول أعماله إلا إذا كانت الظروف طبيعية اليوم الظروف غير طبيعية لكن المجتمع المدني الآن بدأ يعيد صياغة طريقة تعامله واشتغاله على استحقاقات هذه المرحلة ومطلوب من قسرة تطعمنا أن نسهل عليه عمله وهنا أقول لكم بأن هناك الجنة اشتغل تحت رئاسة وزير الدولة الممكنة بإنسان والمجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان من أجل صياغة صيغة الجديدة باعتمادها من طرف الحكومة والمجتمع المدني لتجديد الهياكل التي يمكن أن يكون زمنها قد انتهى عندنا جمعيات عند هربع سنين انتهى هذا المكاتب ما العمل الآن؟ بل ورنا تصورا الآن يمكن نقول بأننا نضع عليه الرتوش الأخيرة وستعلن عنه الحكومة في أقرب الوقت وذلك يسير يعني العمل للجمعيات وحتى تكونوا على بينا فسنقنع الحكومة باعتماد التعاطي عن بعد والجماع عن بعد وترتيب النتائج القانونية على هذه الاجتماعات عن بعد وطبعا القانون لا يمنع ذلك ولكن لا ينطق به ولكن كان خاصنا متوافقوا على هذا التوجه وهو ما توفقنا عليه مبدئيا شكرا لكم حضرات سيدات والسادة المحترمين وتبقى الحكومة رهنا إشارتكم لجواب على أسئلتكم الوجهة وكافة ما يمكن أن تتقدروا به في هذه الجلسة التي شكرنا على استدعاء وزير الدولة المقلب حفو الإنسان لجواب عن أسئلتكم خلالها شكرا لكم شكرا لنا سيد وزير الدولة إذن ننتقل للمناقشة ونبدأ بتعقيب فريق العدل والتنمية سيد رئيس سيد رئيس سيد وزير الدولة سيدة السادة النواب شكر السيد الوزير الدولة هذا الجواب الحافل بالمعطيات والإجراءات والمؤشرات فيما هو عنده علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان والمتغير الجائحة أنا تعقبي في حقا فيه جوجة للسياقات أساسية السياق الأول هو السياق الذي مرتبط بالمصار الحقوقي للبلد الذي الحمد لله هو سياق على العموم الإيجابي في الملحنة العام الإيجابي والذي مع كل ما يعرفه من تعترات أو إشكالات أو تجاوزات سرعانا من المغاربة يتغلبون عليها بالنضال بالصمود من مجموعة الإجراءات واللي عرفنا فيها تحول نوعي في اللحظات ديال أواصل التسعينات مع دستور ديال 96 واللي كرسنا فيه واحد المصار حقوقي واعيد مع هيئة الإنصاف والمصالحة واللي تكرس مع دستور 2011 اللي كان عنوان واضح في التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية بمواجهة الفساد والاستبداد وبمواجهة النزوعات الهيمنة والرغبة في إعادة تشكيل الواقع السياسي تشكيل تشكيل سلطة وإجاد الدستور ديال 2011 كان سك من سقوق حقوق الإنسان سواء في التصدير أو في تخصيص باب من الأبواب ديال و لهذا الموضوع ديال حقوق الإنسان طبعاً في علاقة بالموضوع ديال 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 لا يمكن إلا أن ننويه بالمقاربة التي يعني نهجها المغرب في معالجة هذا الإشكال ولسكن في الصلب من أولوياته الحق في الصحة والحق في السلامة ديال 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 صحة وجعلها أولوية من الأولويات ودونها يعني لا تعلوها أي أولوية أخرى طبعاً في البلاد إلى كل المواطنين مروراً بالحكومة مروراً بالسلطة العمومية مروراً بالجماعات مروراً بالجمعيات مروراً بالأحزاب السياسية كلها أعطت واحد دفعاً حقيقية لحالة من التعبئة الوطنية المواجهة هذا الوباء ومواجهة القضايا الإشكالية التي يترها ومن جملتها قضية حقوق الإنسان طبعاً أنا مشيف صدد أنني نكرر الكلام اللي قاله سيد الوزير المليء بالعناصر الإيجابية التي وجبت تتمنوها بكل مسؤولية وبكل توازون ولكن مع ذلك يمكن إطارة بعض القضايا الإشكالية التي من الممكن استدراكها في مستقبل الأيام خصوصاً نحن معارفين شهد هذا الوباء التطورات دياله للفيروس سلوك دياله الذي لازل غامضاً طبعاً تنويها بعض القضايا اللي ما ترهاش سيد الوزير مثل الموضوع ديال القضاء واعتماد نظام يعني المحاكمة عن بعد واللي اعطت إمكانية ديال الإفراج على واحد لخمسة لفوستمائة مواطن عادة مية وستين ألف قضية رائجة وفق هاد هاد الآلية بعد إشكالات اللي ممكن نبهولها في هاد دقائق المعدودة الإشكال الأول واللي مرتبط بالطاقين القانوني لحالة الطوارئ الصحية طبعاً الإشكال الذي نعانيه هو أننا تنعرفوا واحد الفراغ تشريعي في هاد الموضوع هذا معناش قانون أصيل صريح وواضح في التعاطي مع حالة الطوارئ الصحية واحتى الدستور لما تصدل بعد الحالة تصدل جوج حالة أساسية حالة الحصار وحالة الاستثناء وما تكلمش على حالة الطوارئ وأمام هذا الفراغ تشريعي اضطرينا لنوع من تشريع بالضرورة اللي قدى بنهاية المطاف من السرعة ولكن في نهاية المطاف المرسوم بقانون كرس واحد المجموعة ديال الحقوق الموضوع ديال السياسة الجنائية أنا عارف الحكومة مدهام مرقش طويلة في الموضوع لا سيما بعد استقلالية السلطة القضائية ده الوقت سيد نائب معذرة تعقيم فريق الأصار المعاصرة لسيد نائب شكرا لكم سيد الرئيس سيد وزير الدولة المحترم سيدات وستدن ومحترمين بداية في ظل هذه الوضع الصعبة التي تعيشها بلادنا تقدم بأحر تعازل أسر ضحايا الجائحة كما أتمنى شفاء لكل النصابين بهذه الجائحة نسجل باعتزاز كبير لانخراط جميع المغاربة في الجهود المبدولة لمواجهة هذه الجائحة ونشكر بداية الرجال التعليم ورجال العاملين في قطاع الصحر وعما النظافة العاملات والعاملين في القطاع الخاص الذين يشتغلون في ظروف صعبة كذلك بداية سيد وزير الدولة المحترم يجب التذكير بضرورة احترام المواثيق الدولية واعتبار ان الحق في الصحة يتساوى وجميع الحقوق الحق في التعليم الحق في الولوج للصحة الحق كذلك في السكان في الكرمة الإنسانية وفي المساواة وكذلك الحق في الولوج للمعلومة نسجل كفريق الاصر والمعصرة عدم تجاوب وزارتكم مع مجموعة من الانتهاكات التي يمكن أن نسميها خصوصا في صفوف الصحفيين والحقوقيين والاعتقالات التي كانت في هذا الباب لم تسجل وزارتكم شيئا إيجابي في هذا المجال نسجل كذلك سيد الوزير تحفظا من منهجية المحاكمة عن بعد وما ترتب عنه من غياب الضمانات العدلة الحقيقية للمعنيين بالأمر تصوير بعض الأسر وأثناء تدخل الجهات المعينة ونشر هذه الصور بمواقع التواصل الاجتماعي يعتبر انتهاكا كبيرا لحياتهم الخاصة كذلك تقييد حرية المواطنين والمواطنات في حالة طوارئ يجب أن يتناسب ووضعية الطوارئ الصحية بمجموعة من المدن وهنا أستحضر إقليم العرائش اللي يسجل حالات قليلة من الكورونا لكن يتم إلحقه بمدينة طنجا ويطبق عليه ما يطبق على مدينة طنجا اللي فيها ثلاثة أولى أربعة ديال ديال سيد الوزير الدولة المحترم نسجل كذلك غياب التواصل بعض القطاعات المهمة خصوصا في إيصال المعلومة واليوم والمغاربة يعيشون هذا الوضع ديال الجائحة يجب على بعض القطاعات أن تتواصل بشكل مباشر ويجب على سيد رئيس الحكومة أن يتواصل بشكل مباشر خصوصا أن هذا الحق مضمون في الدستور في كون المعلومة اليوم نفتقد إليها المغاربة كثيرا سيد وزير الدولة المحترم نسجل غياب بعض الحقوق في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة وهنا أستحضر الأطفال التوحد الذين يحتاجون لرعاية خاصة ولمعاملة خاصة في ظل الجائحة سيد وزير الدولة المحترم وأنتم كوزير مكلف بالعلاقة بعض البرلمان قلتم أن الحكومة حريصة على التعاون والتضامن وتكامل أقول لكم أن الحكومة ليست حريصة على ذلك بذليل أن من 200 مقترح قانون اليوم أبدأت من رأيكم في 30 ما يقل عن 30 مقترح قانون هذا ضرب كبير للمبادرات الشريعية سيد الوزير نقول كذلك تكاسل الحكومة في الرد على آلاف الأسئلة الكتابية من قبل المقدمة من طرف السيدات وستدى النواب المحترمين لم تجيب عنها الحكومة سيد وزير الدولة المحترم أقول لكم أن فيما يخص طلبات عقد الاجتماعي لجن كذلك نسجل تأخر الحكومة إلى درجة أن المواضيع تفقد مصداقيتها وتفقد راهنيتها كذلك نقول لكم سيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن شروط التكامل والتعاون يجب أن تكون مبنية أساساً على رد الحكومة في وقتها وفي أوانها شكراً لكم سيد الرئيس شكراً سيد النائبة تعقيم الفارق تجمع الدستوري تفضل سيد النائب بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس المحترم السيد وزير الدولة المحترم السيدات والسادة النواب المحترمين يشرفني أن أشارك بإسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة سؤال المطروح في هذه الجسة والذي تولى السيد وزير الدولة الإجابة عنه مشكوراً وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الحكومية في تدبير قطاع حقوق الإنسان والمجتمع المدني وذلك في ظل أوضاع الناتج عن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كورونا والتي دخلت حيزة تنفيذ منذ شهر مارس الأخير إلى اليوم حيث تواجه الموجة الثانية من انتشار هذا الفيروس القاتل السيد وزير الدولة الواقع أن الوضعي الاستثنائي التي يعيشها بلادنا مثل بقية بلدان العالم والتي فرضتها اليقضى والحرص على عدم الإخلال بمقتضيات احترام ومراعاة حقوق الإنسان في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمجالية والإدالية والحرص على توفير شروط الحياة الكريمة للفئة الهشة والدويل احتياجات الخاصة ومن من تقطعت بهم سبل الحياة بسبب الإجراءات الصحية والتنقلية مما لا شك فيه أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية المدعومة على عاتقها القيام بأدوار مجتمعية وإنسانية لأفائدة أفراد وفئات المجتمع والعناية بهم كما أن النسيج الجمعوي الواسع الانتشار له دور كبير في التحسيس والتوعية الميدانية والمباشرة بأهمية احترام التدابر الصحية والوقائية ضد انتشار الوباء والمساهمة في دعم الأسرد والأفراد لمواجهة صعوبة العيش الكريم في ظل مجتمع يتشوده قيم الأخاء والتعاون والتضامن الإنساني السيد وزير الدولة في ظل هذه الأجواء التي فضرتها جائحة كورونا واستحضار لأوضاع إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف ومعانتهم بسبب المخاطر المحدقة بهم فإننا في فريقنا التجمع الدستوري نتير الانتباه إلى التحقق في سلامة الظروف التي يعيشون فيها من الناحية الإنسانية والصحية والحقوقية مع التدكير بضرورة تدخل أجهزة الأمم المتحدة للعمل على إحصائهم وتحديد هويتهم الحقيقية واستحضارا أيضا للأجواء التي تعيش فيها بعض أفراد جاليتنا خارج أرض الوطن بسبب الإسلاموفية والقراهية العنصرية التي تغديها بعض المنابر الإعلامية والخراجات الانتخابوية الغير المحسوبة العواقب فإننا ندعو إلى التزام اليقظة والحذر وعدم الإنسياق وراء ردود الأفعال المرفوضة قانوناً وعقلاً وإلى التعايش السلمي وبين الشعوب وبين الشعوب انتهى الوقت السيد نائب انتهى الوقت السيد نائب شكراً تعقيب الفريق الاستقلالي وحده التعادلية سيد نائب شكراً السيد رئيس السيد وزير الدولة السيد النواب السيدة نائبات في الحقيقة في الفريق الاستقلالي منذ بداية الجائحة ما فتئنا نؤكد على اعتزاز بلادنا بالدور الكبير الذي قامت به الدولة المغربية لمواجهة الجائحة لضمان حق المواطنين والمواطنات في الحياة طبعاً هذه المجهودات هذه التدابر بقيادة جلالة الملك بتوجيهات منه وبتضافر يعني عمل جماعي للعديد من المؤسسات السيد وزير الدولة أيضاً ما فتئنا ننوه بالعمل الذي قامت به مختلف السلطات العمومية والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها واعتبرنا أن العمل الذي يقوم به عمل وطني كبير جداً في إطار حقوق الإنسان أو حالة حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية لدينا بعض الملاحظات سبق وأن أترناها ويمكن أن نتير بعض نماذج منها في هذه الحالة أولاً الحقوق الاقتصادية أولاً دائماً نسجل استمرار الهوى الكبيرة بين قوة النص الدستوري وما بين الواقع المعاش في بلادنا في مختلف تجليات وأنواع الحقوق والحريات فيما يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت عندنا مناسبة مشروع قانون الماليين عبروا على بعض الأفكار فيها كان اعتبروا بأن أحد مداخل ضمانها يمر عبر التوزيع العادي للتروة في بلادنا وليس عبر استهداف طبقة المتوسطة عبر مزيد من الضرائب تحت عنوين حاجبة وهي الضربة التضامنية أيضاً سجلنا خلال حالة الطوارئ الصحية المس في بعض الحالات بالسلامة الجسدية المواطنين والمواطنات سيد وزير الدولة نحن كانت تفهموا أنه في ظل حالة الطوارئ الصحية كان قيود على حرية التنقل ولكن هذه الوثيقة التنقل في بعض الحالات في بعض الأقاليم في بعض الجهات في كين إدعاءات دي المواطنين والمواطنات أنه كان صعوبة الحصول عليها كان تقائية وفي بعض الحالات أيضاً تقدير التدخل باش تحصل عليها في بعض الحالات أيضاً السيد وزير الدولة في بعض الحالات أيضاً سجلنا كفريق استقلالي شطت في ممارسة السلطة في ظل حالة الطوارئ الصحية سيد وزير الدولة نتمنى أن تقوم وزار الدولة بتقديم واحد دراسة شاملة دقيقة علمية حول حالة حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ شكراً تعقيم الفريق الحركي سيد النعيب شكراً سيد الرئيس سيد الوزير كما تعرفوا بأنه جائحة كورونا يعني كان عندها واحدة العواقب واخمة على المستوى خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلا غا نتحدثو ومشيغل على المغرب على العالم كامل فإلا غا نتحدثو على الحالة المغربية غا نتحدثو على بلادنا غا نلقوا بأنه بزاف ديال الناس بزاف ديال العمال اللي ترحوا من العمل ديالهم وكانت تعطاهم واحد المبلغ بسيط باش أنهم يقدروا يعني يخلصوا مثلا لكرة ديالهم أو لهذا والآن كيني الناس اللي تيقولوا بأنه تقطع عليهم وما بقى شي تتعطاهم لون هذ النس اشن EQ يديروا ما عندهم ش عمل بغا يخدمون ما لقعوش باش يخدمون اشنو غا نديروا معاهم كينيins كذلك السيد الوزير المحترم ما تحدثناش على هذ المهاجرين واللاجئين اللي عندنا في بلادنا اشنو درنا معاهم فظل هذ الجائحة كيني 인ناس اللي ما عندهم replاني 65 كيفاش غادي نتعاملوا معاهم في هذ الوقت هذا كذلك السيد الوزير المحترام فاش تتحدث انتايا على المجتمع المدني وكتقول بأن المجتمع المدني غير قادر بأنه يواكب هذه الجائحة الكورونا من المفروض بأنه الوزارة ديلكم والحكومة ديلكم السيد الوزير هي اللي تقوم بالمواكبة ديال هيئات ديال المجتمع المدني وديال الجمعيات باش أنها تقدر تقوم بالعمل ديالها في ضل هذه الجائحة خصنا خصكم انتوما بال يعني يعني الأليات اللي عندكم بكل ما تتملكوه أنكم تعاونوا هاد الناس هادو باش أنه يعاونوا البلاد ويعاونوا الناس خاصا طبقة الهشة في ضل هذه الجائحة اللي كي يعني منها يعني المغرب وكي يعني منها العالم كامل وشكرا سيد الرئيس شكرا تعقيب لفريق الشاركي سيد النائبة ونحن نسمع لكم اليوم وانتم تتحدثوا لنا على كيفاش دبرت الدولة ديالتنا حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة نحن نقول لكم كفريق الشاركي على أنها الوزارة ديالكم كانت تكون في صلبي المواكبة كاملة لأنه العمود الفقاري ديال تدبير حالة الطوارئ وتنزيل كل قرارات المرتبطة بتدبير هذه الجائحة تمر عبر احترام حقوق الإنسان صحيح سعيد سعادة الدولة وسعادة الحكومة لأنها تحميل حق الأسماء هو الحق في الحياة بالمقابل كنا حقوق إخرى لتم تعديع لها وتم ضرب ديالها حق في الشغل حق في الصحة حق في التضاهر الحق الحق في التجمعات يعني بجموعة من الحقوق وقلنا لا بأس اليوم كينا هات جائحة كنا حقوق إخرى غادي نخليوها جانبا أو لا غادي نحاولوا نتفعلوا معا لكن غير مفهوم سيد الوازير خلال هاد الفترة كنا حقوق غير نفهم علاش تم لمس بها حق في حرية التعبير كانت هناك متابعات مجموعة من المدونين والمدونات لمثلا انتقدوا رجال السلطة انتقدوا عدم عدم المساواة في توزيع الإعانات عدم الاستفادة من الإعانات وهذا الشي ضرب بنا وضرب صمعة بلادنا أيضا هناك أمور خرى لي كانت ماشي غير 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 مستساغة امتناع مثلا من دوبية السجن عن إحضار بعض المساجد إيميل جلسة التحقيق أو للمحاكمات وهنا تجعلنا معنا أقرار إداري أقوى من القرار القضائي هذه أمور كلها شهدناها خلال هذه الجائحة كنا تنتمنوا على أننا نشوفوا هذا الحضور العامودي ديال وزارة حقوق الإنسان حاضر في حماية الحق في الحياة وفي حماية أيضا الحق في الحريات مسألة أخرى اللي عشناها خلال هذه الفترة ولي تترتبط بوزارتكم أساسا هو أنه ضرب واضح وصريح للحقوق الاقتصادية والجتمعية هذا الوقت سيد النائب المغربي تعقيب المجموعة النيابية تقدم الشركية سيد النائب شكراً شكراً المكون اليوم في بلدنا على تعزيز الحرية والديمقراطية وكذلك تعزيز دور الوساطة في بلدنا اللي مبقاش وهذا يشجل علينا بأننا تراجعنا وتراجعنا كثير فأننا نرخب قوة الأجواء سليمة لاقتصادين ومجتمع سليم كذلك سيد الوزير أن المقاربة الأمنية اليوم مبقاتش صائبة وخصة نتراجع عليها ونتعطوا مع أجواء وأجواء سليم أخرى لا تؤدي بالبتات بتراجع صورة المغرب على المستوى الحقوقي عالمياً وتراجع المكاسب حقوقية الكبيرة اللي حقتبلنا على مضار عقود نضالية وعقود يعني قاسية بكل معنى الكلمة سيد الوزير اليوم ما بغيناش نتمسو كل المكتسبات الحقوقية وبغينا اليوم الحكومة دينا تخلق لنا أجواء دي التقى وتكرسها أمام الحصار الوضعية القصادية والجتماعية وصعوبة العيش اليوم في دل جائحة كورونا والمعاناة التي يعيشها المغاربة سيد الوزير في دل جائحة كورونا كوفيد 19 سيد الوزير المخترام نسجيل بأسف وبأسا كذلك تعاطي الحكومة بشكل غير جدي مع مقترحة قوانين المعارضة وكذلك عدم تعاون مع هذه المقترحات كحق دستوري وهي فيها إشارات قوية لحال حالات كثيرة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبالدرجة أولى في هذا الصياق نسجيل تعطي الحكومة في قرار كثير من النصوص التي لا إيجابيات اليوم مع القبيل قانون الجنائي يعني مصار والخروج به إلى حيز الوجود وإلى حلول يعني كل كنتظرات سيد وزير وبالتالي نحن واعوا تماما بأن المسؤول يجسي مع الحكومة ويجب أنكم أتقلوا بأدواركم وشكرا لكم سيد وزير الدولة لكم رد على التعقيبات في حدود ما تبقى من الوقت في حدود دقيقتين ونيف سيد الرئيس سيدات النائبات وستاذ النواب شكرا للجميع على هذه المداخلات والتساؤلات والتعابير نبغي نقول أولا أنه مصدر شرعية هي هذه الحال الطوارئ صحيح ندو السور كي نس على مؤسسات معينة وليس من ضمنها حال الطوارئ ولكن لقلنا بأن المعاهدة الدولية التي صادقة عليها المغرب رأى جزء من الشيع الوطني فحال الطوارئ منصوص معلها في العاهد الدولي للحقوق المدنية والسيئة الأمر التالي الذي أريد أن أؤكد عليه في ناس سيدا النائبة نبغي نقول أبدا الحقوق مراتب حقوق الإنسان مراتب لا يستوي الحق في الحياة مع الحق في المعلومة لا يستوي الحق في الحياة مع الحق في التنقل فكيمكن تقيد حقوق إذا كانت ضروري ثم ضروري ثم ضروري الحفاظ على حق أعلى من أنك تقيدها ولذلك أنتم في هذا القاعة وعن حق قيدتم حقوق المواطنين فناهم النسل الذين يجيوا ويجلسوا في المنصة أين هم أين هم الصحفة لماذا لم يحضر جميع النواب وهو حق دستوري لقد قررتهم القرار الصائد لماذا لأن هناك حق يسمو على جميع الحق وهو الحق في الحياة الذي لا يجوز المخاطرة به ويجوز التجاوز في حق حقوق بما في ذلك حقوق سيدة والسادة النواب اللي هو حق دستوري في تمتيل المواطنين هذا ينطبق على باقي الأمور نحن أمام واحدة وضعية قولوا لي واش موجود في العالم شي صيغة ميتالية استطاع الدول فيها والحكومات أن تحافظ من جهة على الحق في الحياة والحق في الصحاف والحق القصادية والاجتماعية قولوا لي دولة واحدة لن تجدوها ولذلك كيف تطلبون منا هنا في المغرب ما لا يوجد فيه أي دولة وليس بإمكان أن يوجد فيه أي دولة إننا في الحكومة حينما نناقش هذه المواضيع التي ترتبط على الوضع دائما لا نجدو أمامنا لا امتلا ماضية ولا امتلا يعني في حاضينا سيد وزير الدولة معديرة وقت نتهى معديرة لكم وشكرا على مساهمتكم أنا أقتريح على سيدة السيدة البرلمانين أن يعطيهم الفرصة باش نناقش في اللجنة سأكون سعيد شكرا سيد الوزير إذن شكرا لكم سيد وزير الدولة على مساهمتكم معنا ونتأسف على الوقت اللي مقاش لكم لنتقي للقطاع الشغل والإدماج المهني وأرحب سيد وزير في سؤالين محوريين إذن السؤال الأول للأغلبية فلتفضل حد سيد السيد النووي لطرح السؤال فرصة سيد نايم في دقيقة نعم شكرا سيد الرئيس سيد الوزير الحكومة خلال فترة الحجر الصحي قامت بواحد مجموعة للتدابير أهمها هو توزيع الدعم على الأسر وبعد الحجر الصحي الحكومة قامت بتدابير إجراءات كتعلق باستعادة الشغل وإعادة تشغيل بالنسبة المقاولات ومجموعة للشركات إلا أنه للأسف الشديد منهم هذه المقاولات التي ملتزمت بالإجراءات التدابير الاحترازية مما نتج عنه إصابة مجموعة من العمال والأجراء بمرض كوفيد-19 ولذلك باسم الأغلبية نسأل الحكومة اليوم ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من تشغيل في أوسط العمال والأجراء وكذلك بالحفاظ على سلامتهم وعلى شغلهم وشكراً سيد نايم سؤال في رقم جمعة المعارضة في رقم جمعة المعارضة سيد نايم رئيس الوزير كان له جائحة كورونا تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي وتحديداً على قطاع التشغيل حيث سجلت معدلات البطالة رقم قياسي فقط 12% هذه السنة في الوقت الذي كان البرنامج الحكومي يتوقع حصرها في 8.5 فقط وهذا يبين أن الحكومة لم تستطيع تقديم أي بديل أو تصور متكامل للخروج من الأزمة ولذلك نسائلكم السيد الوزير التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد إنقاذ سوق التشغيل من الانهيار المتسارع الذي يعرفه وما هو تصوركم لتنزيل برنامج التعويض عن فقدات العمل شكراً شكراً سيد نايم كلمة السيد الوزير اللي جاوب على سهلة تفضل المنصة سيد الوزير شكراً لسيد الرئيس شكراً سيدة السيدة النواب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السيد الرئيس المحترم السيدات السيدة النواب المحترمون شعيدوني أن أمتل أمام مجلسكم الموقع للتفاعل مع سئلتكم وانشغالتكم حول قضايا الشغل والإدماج المهاني ارتباطاً بتداعيات جائحة كوفيد-19 على سوق الشغل ببلادنا وكما تعلمون فقد تأثرت بلادنا على غرار باقي بلدان العالم بالتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا رفضه الله مواجهة هذه الجائحة بشكل استباقي سواء من خلال الحرص على إقرار الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل محاصرة انتشار الفيروس أو من خلال إقرار عدد من الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة ولا يختلف إتناني أن هذه الجائحة أدخلت بلادنا على غرار بلدان العالم في أزمة متعددات الأبعاد خاصة على مستوى سوق الشغل فقد كشفت تقارير منظمة العمل الدولي أن خفاض ساعات العمل بـ 14% وهو ما يعني فقدار 400 مليون وظيفة بدوام كامل المستوى العالمي خلال الربع الثاني من سنة 2020 وبالمغرب وحسب المندوب ياسامي التخطيط فينا الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 ونصف الفترة من سنة 2020 ما مزمعه 589 ألف منصب شغل ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان اجتماعي برسم شهر شفت تنبير 2020 ما مجموعه جوج فاصلة 47 مليون أجير مقابل جوج فاصلة 62 مليون خلال شهر فبراير من سنة 2020 أي قبل انتشار الجائحة أي بفارق 150 ألف تقريبا في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد المصرح بهم برسم شهر غشت من سنة 2020 دائما جوج فاصلة 36 مليون في حين لم يتم تصريح خلال شهر أبريل إلا بـ 1.61 مليون أجير فقط وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه وإن بشكل متدرج ومن أجل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة فإن الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وفي جو مساعد بفضل التضامن والإجماع الوطنيين قامت بإحداث لجنة ليقضى الاقتصادية التي اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات ومن دعم المقاولات المتوقفة عن العمل من أجل الحفاظ على منصب الشغل المتوفرة لديها والحلول دون فقدان أجراء هذه المقاولة لمنصب عملهم حيث تم إصدار القانون رقم 25 المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخارطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم مصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائعة فيروس كوروناكوفي 19 والذي بمقتضاه تم الحفاظ على العلاقة الشغلية بين الأجراء والمشغلين وكذا المرسوم تصبيق له فضلا عن استفادة جميع الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الإدماج المهني المتوقفين عن عملهم مؤقتا خلال الفترة الممتدة إلى نهاية شهر يونيو من تعويض جيزافي شهري قدره 2000 درهم المنتمين إلى المقاولات المنخارطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات إضافة إلى استفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبالية والتعويضات العائلية برسمي نفس الفترة الزمنية كما تم إعفاء المشغلين في وضعية صعبة من مجموع زيادة عن تأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعة المتعلقة بالديون المتعلقة بشهر يونيو 2020 وما قبلها شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كل أو بوسطة أقصات يمكن أن تمتد أجال تسديدها إلى سنة إلى ستين شهرا ومواصلة لهذه المجهودات واعتبار الخصوصيات القطاعية فقد تم التوقيع على ثلاث عقود برامج مع قطاعات السياحة ومنظمي وموهي الحفلات وفضاء الطرفي والألعاب لمرحلة ما بعد كوفيد-19 تم بموجبها إقرار دعم اجتماعي للعاملين بهذه القطاعات كما تهدف إلى ضمان مجموعة من تدابير المواكبة لفائدة القطاعات المعنية وعلى رأسها الحفاظ على نسج الاقتصاد ومناصب الشغل سيدات أستاذ المحترمون لقد وجه جالد الملك حفظه الله خلال خطبه الثلاثة الأخيرة الحكومة إلى أقرار خطة وطنية طموحة من أجل تخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وإيجاد الأجوبة المناسبة للأسئلة والقضايا المطروحة على بلادنا خلال هذه المرحلة وفي المستقبل من خلال مشارع إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لجميع المغاربة وإصلاح مؤسسات القطاع العام وعلى إترى ذلك تم يحدث صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي تفضل جالد الملك بتسميته صندوق محمد الثالث الاستثمار والذي سيخول الشخصية المعنوية ويوجه لدعم الأنشطة الإنتاجية سواء بالتدخل المباشر في تمويل ومواكبة المشارع الاستثمارية من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو بشكل غير مباشر عبر تقوية الأموال الذات للشركة قصد تطويرها كما تم اقتراح إجراء جديد بمشروع قانون المالية لدعم تشغيل الشباب من خلال ثلاثين أشهرين بالنسبة للأجور المنفوعة من طرف المقاولات للشباب أقل من ثلاثين سنة عند أول تشغيل لهم بمقتضاء عقود غير محددة المدة سيدات السادة المحترمون لقد حرصت وزارة الشغل والإدماج المهني ومنذ ظهور حالات الإصابة الأولى بفيروس كورونا ببلادنا على تقطير عمل مفتشية الشغل وذلك من خلال إصدارها للعديد من الدوريات والمذكرات وقد انصبت جهود مفتشي الشغل في مرحلة أولى على التحسيس والتوعية من المخاطر الناجمة عن هذا الفيروس وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقارتها السلطات العمومية حيث بلغ عدد المؤسسسة التي تمت مواكبتها بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف مفتشي الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة من 13 مارس إلى 14 أبريل 2020 ما مجموعه 6,761 مؤسسة وفي مرحلة ثانية وتحسبا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية التي استمرت في نشاطها وضعت كل من وزارة الشغل والإدماج المهاني ووزارة الصناعة والتجار والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر بروتوكولا مشتركا لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا الذي يلزم المشغلين باتخاذ العديد من الإجراءة الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الأجراء داخل فضاءة العمل العمل مع إلزامية تعيين أشخاص مرجعيين توكل إليهم مهمة تنسيق كل إجراءة المتعلقة بتطبيق البرتوكول داخل فضاءات العمل وقد استفاد هؤلاء من دوارة تكوين ينظمتها الوزارة لفائدتهم وتبعا لذلك تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح لا ممركزة وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين وتشمال هذه الزيارة مراقبة مدى امتتال أرباب ومسؤول المقاولة للتدابير والإجراءات الاحترازية والشروط الوقائية الهادفة للحد من تفشي الوباء سواء ما تعلق منها بنظافة أماكن العمل أو التحسيس أو ظروف العمل وفي مرحلة ثالثة متفاعل مع مستجدات وتطورة الحال الوبائية ببلادنا وبتاريخ 15 أبريل 2020 تم إحداث لجان إقليمية للوقوف على مدى احترام المقاولات التي لازلت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء وقد بلغ عدد المؤسسات التي نضمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان الإقليمية المشتركة بين مصالح وزارة الشغل والإدماج المهاني ووزارة الصناع والتجارة والاستثمار الاقتصاد الرقمي والأخضر واللجان الإقليمية وكذا من طرف إعوان تفتيش الشغل برسم الفترة من 15 أبريل إلى 15 أكتوبر 2020 بما مجموعه 46344 مؤسسة وعلى مستوى المراقبة الميدانية فقد وصلت مصالح الوزارة الزيارات العادية بقلق قواني جاري بهالعمل بحيث حيث بلغ عدد زيارة المنجزة من قبل المفتش الشغل خلال 9 أشهر من سنة 2020 حوالي 16362 زيارة أصفرت عن توجيه 284 1631 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضاية تشريع الاجتماعي وتم تحرير تعدد ثمانين محضراً بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين لمقتضاية القانون جاري بالعمل ومن أجل تلقي الشكاية الفرضية والجماعية والتزويد المرتفقين بالعلومات والنصائح المطلوبة والتي كانت لها الأطار الإيجابية على حماية حقوق الطرفي العلاقة الشغلية وعلى ضمان السير العادي لتدبير المناخ الاجتماعي والحفير إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل هذا الوعد الاستثنائي من خلال إحداث منصة هاتفية ألو 2233 والتي عالجت بين أبريل بين 15 أبريل و 15 أكتوبر 2020 أكتر من 94 159 مقاولة عفوا مكالمة تلقاها أعوان تفتيش شغل وهي مناسبة لابد أن نستغلها لأشيدة بالعمل الدؤوب والجد والمتفاني الذي قام به مفتيش الشغل خلال هذه المرحلة من خلال مساهمتهم الواضحة في النهوض بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وجهودهم الجبار في السهر على تطبيق الشريع الشغل وتدبير المناخ الاجتماعي وفضل نزاعات الشغل الفردية والجماعية حيث مكنت تدخلات جهاز فتيش شغل خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2020 من تفاديت مضيم مجموعه 1218 إضراب ب774 مؤسسة همت تقريبا 89 797 أجير كما تم تتبع مجموعه 85 إضراب تم تنظيمها ب68 مؤسسة بلغ عدد المضربين فيها مجموعه 5293 أجير من أصل 10300 أجير وقد تم خلال تسعة شهر الأولى من سنة 2020 معالجة 47 916 نزاعا فرديا مقابل معالجة 38 672 نزاعا فرديا خلال نصف الفترة من سنة 2019 هي بتشجيل ارتفاع قدره يقدر بنسبة 23 فاصلة 90 في المية وفي هذا وفي هذا الإطار تم إيجاد تسوية لـ 53356 شيكاية من أصل 1190 1415 أي بنسبة تسوية بلغت 48.76% كما تم استرجاع حوالي 3333 مليون درهم لفائدة الأجرى المشتكون كما لقد ساهم السيدات السادة المحترمون لقد ساهم المخطط الوطني للمهض بتشغيل 2017 2021 الذي يشكل بؤتقة تنصهر وتتكامل فيها جهود وإسهامات مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية بمسألة تشغيل في بلادنا ساهم بقدر معتبر في المهض بالتشغيل حيث تم إحداث 629 منصب شغل خير لفترة 2017 2019 منها 486 435 منصب بالقطاع الخاص حسب عدد المصرح بهم الجدد لدى الصدق الوطني للضمان الاجتماعي دون احتساب تسويات و142 052 منصب بالقطاع العموم وهم يمتل تقريبا 52% من الإمكانات المتوقعة إلى حدود إلى نهاية التاريخ المحدد للبرنامج على كل حال مجموعة من البرامج التي يتم الاشتغال عليها بشكل مستمر المتعلقة بتحسين القابلية للتشغيل أو التكوين من أجل الإدماج أو غيرها على كل حال من البرامج التي تعرفونها تم تحقيق الأرقام فيها تجوزت كلها نسب 50% والتي قاربت بل منها من قارب 100% بالنسبة الأهداف المسترى بنسبة لنهاية سنة 2021 ومن أجل مواكبة المتطلبات المرحلة عمل عن إلى قطاع الشغل والإدماج المهني مع مختلف المؤسسات تحت الوصاية على وضع الإجراءات التالية أولا مواكبة المقاولات في تلبية الحاجية من الكفاءات من خلال الإجراءات التالية ملاءمة كفاءة الموارد البشرية إرشاد المقاولات فيما يتعلق بالتحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة الأجرية ثانيا مواكبة فاقد العمل والباحثين عن الشغل من خلال تكتيف الخدمات التي تخص التوجه المهني تنظيم تكوينات تأهيلية القيام بالتنقيب عن فرص العمل الاستهدافي ثالثا الربط بين فاقد العمل أو الباحث والباحث عن الشغل من جهة أو المقاولة من جهة أخرى في إطار معالجة عروض الشغل بهدف الإدماج المهني من خلال تكتيف التعريف والتواصل التكوين فيما يخص المنظومات الوطنية والترابية لريادة الأعمال يرسأ يقدم متواصلة فيما يتعلق بفرص ومنافذ الإدماج بالخارج علما أن عدة الدول عبرت مؤخرا عن رغبتها في مواصلة شاركة مع المغرب من أجل استقطاب الموارد البشرية في عدة مجالات سيدات أستاذ المحترمون في موضوع تشغيل ذاتي تقوم الوزارة في إطار تشاركي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية ببلورة برامج أو تدابير ذات طبيعة وطنية أو جهوية أو قطاعية أو في أوية تسهر وعلى تنفيذها لمؤسسات العمومية التابعة لها لسيما الوكالة الوطنية التي عاشت تشغيل الكفاءات والجمعيات النشيطة في هذا المجال ومن خلال تنفيذ عمليات المواكبة التقنية لفائدة شباب الحاملين لمشاريع متنهية الصغر وكذت توجيه إلى التمويلات المتاحة على الصعيد الجهوي أو المحلي وتتجلى عملية المواكبة فيما يلي المواكبة لإعداد المشروع دراسة الجدوى ودراسة السوق والإجراءات الإدارية لإحداث المقاولة والمواكبة خلال السنة الأولى أو السنتين أحيانا لانطلاق المشروع علما أن المواكبة البعضية تتطلب مدة أطول أحيانا ومنذ إعلان حالة التواري تم إلى عناية خاصة بالرقمنة في تقديم الخدمات عن بعد بما مكن من تحقيق نتائج إيجابية مكنت أساسا من تجاوز بعض المعيقات التي شكلتها تفشي الجائحة على كل حال بالنسبة للنتائج المحققة بالنسبة للمواكبة خلال التسعة أشهر 1344 شخص من أصل 6000 كهدف مسترس 2020 أي بنسبة إنجاز تناهي 68% وقد مكنت هذه العملية من إحداث 1360 مقاولة صغيرة جدا أو نشاط مديرا للدخل وتوفير 1668 منصب شغل حيث تحقق ارتفاع تقريبا مهم بنسبة 52% من إحداث المقاولات خلال نفس الفترة من سنة 2019 وتصهر الوزار على تشجيع ودعم تشغيل الدات والتمكيل الاقتصادي للشباب من خلال مجموعة من التدابير على كل حال التي تقوم بها من خلال الاستفادة والانفتاح على بعض التجارب الدولية من خلال شركة الدولة الوزارة من خلال تكتيف المشاريع والبرامج الهادفة إلى إحداث منظومة جهوية لرياضة الأعمال ثم تقريب خدمة المواكبة من حامل المشاريع أيضا إبرام شاركت بين الدولة وبين المجالس الترابية ثم تعزيز مواكبة حامل المشاريع المقاولاتية خلال جميع مراحل المقاول عبر تجنيد فاعلين في القطاع الخاصي والجمعوي ثم أيضا تنظيم مباراية جهوية أو إقليمية لريادة الأعمال بهدف تحفيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب وخلق منافسة بين الشباب على المستوى الجهوي والإقليم ومن جهة الأخرى فقد ساهم برنامج انطلاق الذي يحظى بالعناية الملكية السامية في خلق نوع من الدينامية بفتح الآفاق أمام الشباب لأولوج عالم ريادة الأعمال من خلال التحفيزات التي جاء بها سواء انتعلق الأمر بالمعدلات المنخفضة والغير مسبوقة للفوائد البنكية التي يستفدون منها أولا أو أيضا بالنسبة للمواكبة القبلية والبعدية لحامل هذه المشاريع حيث أنه بالرغم من هذه الظروف الصحية والاقتصادية التي تعيش ها بلاد النوات كانت 9500 مقاولة منها 2000 مقاولة في العالم القراوي من الاستفادة من قروض هذا البرنامج كما أنه من المقرر إعطاء دينامية جديدة للبرنامج وذلك برصد مليار درهم برصم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولات دواء في مشروع قادم المالية التي أنتم بصدد مناقشته وسيتم إغناء عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل وخصصة بشكل رئيس المقاولة صغير جدا والشباب حامل المشاريع وكذا لدعم التصدير شكرا لكم السيد رئيس السيدات السادة النواب المحترمين شكرا للمناقشة تعقيب فريق العدل والتنمية صدر سيد نايم سيد نايم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه سيد الوزير كنتي خليتوا شوية الوقت على الأقل تتفاعل مع السادة وسيدات النواب لا معلي شمال سيد الوزير هو ودت لو عرض عليكم اليوم تصريحات لفئات مجتمعية مختلفة عبر الشاشة لكن لا الوقت يسعف ولا النظام الداخلي لمجلس النواب يسمحوا بذلك لكن اسمحوا لي أن أتقسم معكم ما تنتظره فئات مجتمعية مختلفة شباب شباب وشبات رجال نساء قرويون قرويات حضاريون حضاريات مطلبهم الوحيد طبعا هناك مطالب أخرى هو الشغل وهذا الطبيعي لأن الشغل تحقق الكرامة الإنسانية الشغل تحقق لحد الأدنى من العيش الكريم اليد العليا خير من اليد السفل وهذا ما يؤكده الفصل 31 من الدستور لجميع الدولة المؤسسات العبومية الجماعة الترابية ينبغي أن تعمل على تعبئات كل وسائل لتصير استفادة للمواطنين على قدم المساواة من الحقي في الشغل لن أتعرض للأطارد هذه الجائحة فقد تعرضتم لذلك لن أتعرض للإجراءات الكبيرة والمهمة التي اتخذتمها وتخذتها الحكومة لا على مستوى الأجراء لا على مستوى المقاولات المتضررة من الجائحة لا على مستوى العاملين في القطاع الغير المهيك لا على مستوى إنعاش الاقتصاد الوطني ولهي تنفتح ربيا السيد الوزير هي جريبة مغربية فريدة متميزة والحمد لله لا تزيدون إلا افتخارا بهذا البلد وبهذا الوطن العزيز هنا جوجل ثلاثة الأرقام الأساسية اليوم ما حقق في هذا الشي ديال إحداث مناصب الشغل ربعة وربعين الف وربعمية وربع وستين منصب الشغل سنوي مئتين واثنين وعشرين الف وثلتمية وعشرين منصب طيلة الولاية وما حقق أيضا على مستوى القطع الخاص إلى 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 شوية الجائحة ربعة مئة وستة وتمانين الف وربعمية وخمسة وتسعين وهو مسجالين دمن اللائحة ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دل هذه الإجراءات المهمة بغيناكم سيد الوزير جوج فئات تنظروا إليهم الفئة اللولة هو هؤلاء العاملون في الفنون والترفيه وأنشطة العروض اليوم 73% من هذه المؤسسات تقدمت بطلب الاستفادة منها وفي أتان يوم بحضور سيدات وزيرة السياحة اليوم الواقع ديال الخطوط الملكية المغربية مقلق سيد الوزير والسيدة الوزيرة ولا سيامة تصريح بعض ربابين الشباب لهم الآن عرضة الشارع هذا خصوم واحد التفات حقيقية وعقادة ومرقمة هي باش إلى حدود الجائحة راح نوصلنا النسبة بطالة قياسية 8.1% فقط وما يعني كانت برمجته الحكومة 1.5% طبعا تجاوز هذا البطالة يمر عبر أساسا المدخل الاقتصادي وهذا أساسي باش لتعزيز الدينامية الاقتصاد الوطني ديالنا عبر مجموعة من الوسائل تحسين مناخ الأعمال تشجيع الاستثمار دعم المقاولة الملاءمة بين التكوين والشغل اليوم 60% من المهن ديال المستقبل وهذا دوركم سيد الوزير ربط بين استراتيجية القطاعية وتحقيق التقائية بينها وطبعا أخيرا وليس آخيرا تعزيز دور الجهاد الوقت شكرا شكرا سيد نايم تعقيد فريق الأصالة المعاصرة شكرا سيد نايم سيد نايم شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الرئيس المحترم سيد الوزير المحترم سيد الوزير المحترم زملائي زميلات النواب المحترمين سيد الوزير كنت كان نسمع لك الكلمة ديالك ولكن كنت أعتقد كنعيش الخيال كأنني نسمع ذوك الأرقان بلاد أخرى ولكن الواقع اللي هو كين على برة ماشي في القاع اللي كي عيشوه المواطنين والمواطنات ولكن السيد الوزير قال لي فلانطاح قال لي من الخيمة خرج مائل علاش قلت هاد الكلمة السيد الوزير لإن هاد الوزارة كانت من قبل منكم كانت تسمى وزارة التشغيل تخليته على هاد الاسم ولده تسمى وزارة الشغل وكي الفرق ما بين هاد جوجة الكلمتين سيد الوزير أنا ما غديش تسول على البرنامج الحكومي ديال 2011 قلت واش تحقق ولكن نمشي مع قلل 2016 برنامج وكم الحكومي ديال 2016 قلت إن شاء الله غدي تكون 8.1 قبل كورونا كانت 9.5 الآن 13 في الميال اللي واصلين نمشي معاك البرنامج للإقلاع الصناعي الإقلاع الصناعي السيد الوزير قلتو 500 ألف حققتم 20 ألف السيد الوزير هاد السنة وأنتم تتبج هود 23 ألف منصيب ديال الشغل والتي نقول أنا 18 ألف غدي التقع رقعت 5 سنة قولوا لي أنا أرعت شي نقول راك يتمص بره بش إحنا ثانيا بقيت 5000 يلي خصت قال السيد الوزير كتعرف لمغربة وعيين وفيقين كيف كتقول كتقول كيخصنا نقول الصراحة كيخصكم تقول لمغربة الصراحة لأن وعيين وفيقين نسبة النمو أنتم تعلمون سيد الوزير واحد في المياه ديال نسبة النمو يساوي 30 ألف منصيب شغل يعطي ماذا تشفي حكومة لا تبتكر وتتكسى السيد الوزير سيد الوزير مؤشرات البطالة مقلقة ومخيفة وغير مسبقة ليست لديكم رؤية ولا استراتيجية اللي هي اللي كتجعلها تشدير البطالة لو كانت الرؤية ما تطلعش هذا البطالة الأمان معقود السيد الوزير على مبادرة الملكية الشجاع والمقدامة المرتبطة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني الذي أنتم مدعون في الشهور القليلة اللي بقات في عمر هذه الحكومة باش تسريع الأعمال ديالها أو على الأقل تأسيس يكونش تأسيس مزيان على الوجه الأمثل سيد الوزير غادي نقول لك باش كان نقول هذا الكلام والحكومات وعرقلوا الاستثمار في إقليم قلعة الصراغنة عندنا واحد عدد ديال المشاريع ديال الصناعة التقليدية اللي غادي تشغل ربع آلاف منصب شغل القار وغادي تشغل ربع آلاف منصب آخر مؤقت سيد الوزير مني كان جيو هنا كان تصميم بتهيئة ديال المدينة ديال العطاوية وديال القلعة وبيدروا فايل شهرهم وبيدروا مناطق ديال الصناعة التقليدية مني كان جيو كان صوبوا تصميم بتهيئة كان نقول هذا تصميم بتهيئة كانت شرق في جابية على الوزارات مني كان صوبوا هذا مني كان بو نحطون مشروع لانا إريقي ما هذا التنقض بين هذه الحكومة أشى التنقض كانوا إريقي وراء السيد الوزير تمنا لازم نصيب شغل موجودة ونتمنى الله في إطار التضام الحكومي تعجلوا هذا المسروع يخرج السيد نعيب انتهى الوقت شكرا تعقيل فريق تجمع الدستوري سيد نعيب شكرا شكرا السيد الرئيس لقد استمعنا ليردكم السيد الوزير استمعناه بإمعان بالمناسبة نحن نتمنى هذه الإجراءات والتدابير التي قمت بها من أجل الحد من تدعية كورونا على مستوى الشغل ولكن ندعو إلى دعم وتحفيز والمواكبة ديال هذه الشركات التي فقدت العمل ديالها ومنك نقول بأن الشركة فقدت العمل ديالها بأن هناك مناصب شغل لكثير للتفقدات وبالتالي سيكون مجموعة من مشاكل اجتماعية التي تتوخى التي تأتي من وراء هذا الفصل للعمل وبالتالي يجب اعتماد آليات الحماية الاجتماعية في إطار ما يسمى التضامن والتكافؤ وخاصة مع فقدان الشغل والآن المصابين يعني داخل داخل الوطن يكبروا وبالتالي يجب اعتماد آليات هذا الجانب كما ندعو إلى الزيارات والتكتيف منها أو الزيادة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة تفتيش في مختلف المعامل وكذلك من أجل صيانتها لأن لمشينا أو تنفقدوا هذا العمال أو يفقدوا العمال يعني المناسب الشغل لهم أننا سنطحوا فقدان مناسب الشغل كما ندعو ونطالب بإلحاح الحكومة على دعم مشاريع الشبابية عبر برامج تحفيزية وكذلك عبر التكوين التي أولا من نسبة للشباب وكذلك في المجال في المجال في التقنيات دي المشاريع التي تقوم بها الشباب وبقدر ما نشيد بالبروتوكول دي التلات وزارات وزارتكم وزارة الصناعة والتجارة وزارة وزارة الاقتصاد وكذلك اللجان الإقليمية يعني نشيد بهذا البروتوكول يعني في المواكبات في الشغل سيد نائب سافي شكرا تعقيم الفريق الاستقلالي وحده التعادل يوم صدو سيد نائب شكرا السيد الرئيس السيد الوزير معدلة معدلة التشغيل هي معدلة هيكلية المغرب أقل من 50% هي التي تشتغل في حين أنه في الجارة الأوروبية أكثر من 80% جائحة كورونا وفاقمت من البطالة يتقلنا إلى 13% مع وقع كبير على فئة الشباب والنساء وليس هناك سيد الوزير لا استراتيجية وطنية ولا البرنامج الوطني النهوض بتشغيل في هذه الأزمة لو لا حكمة وريادة صاحب الجلل والتضامون المغاربة بخلق صدق كورونا ساهم في الحد من تفاقم الأزمة وبتعويض الشغيلة وتقديم مختلف الدعم للشركات الخطاب الملكي الأخير السيد الرئيس سطرت خطة طموحة وواعدة التي في عمقها دعت دينامية تشغيل وأحد مبادئها هو ربط يعني التعويض بفقدان الشغل السيد الرئيس يعني خطة ملكية تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لأنه تشغيل هو النتيجة للاستثمار وهنا السيد الرئيس لا بد من إبراز دور بنت المغرب في الإجراءات التي اتخذها لضمان السيولة لضخها في الاقتصاد الوطني ولكن السيد الرئيس وشهد شكافي كان قولوا لا كان قولوا أنه حان الوقت لضخ مزيد من السيولة لدعم العرض والطلاب ولبعث الأوراش الملكية نقول السيد الوزير أنه حان الوقت كذلك لاتخاذ إجراءات يعني أكثر جراء مثلا الزيادة في الكتلة النقدية كوسيلة لضخ مزيد من السيولة ولكن كذلك للحد من آثار السلبية للتضخم لتضخم بصل واحد المستوى يعني ضعيف جدا لكي يهدد يعني بالتوقف يعني الدورات الاقتصادية كذلك السيد الوزير كنشوف أنه ربما حان الوقت لمراجعة منظومة التوازنات اقتصادية الماكرو اقتصادية لأنه نحن نطبقها من تقريبا من أواخر يعني البداية التسعينات ولكن نظر أنه حال الوقت السيد الوزير لمراجعة هذه المنظمة لأنه أكثر إجحافا كان تعويضها ربما يعني بتوازنات ماكرو اقتصادية جريدة لكل هدف منها هو يعني الدفع ربما يعني بالمؤشرات لدينا المديونية ولا عجل ولا عجل الميزاني ولا التضخم لمستويات لربما هل تنمشي فيها الآن ولكن ماكرو اقتصادية تنمشي فيها خصوصا نعطيه للحكومة وعطيه الاتصاد الوطني يعني الأهداف شكرا شكرا تعقيم الفريق الحركي فضو سيد النائب بسم الله مراحيم الصلاة والسلام وعلى آله وطحبه أجمعين السيد الرئيس السيدة الوزيرة سيد الوزير السيدات السادة نوة محترمون تفاعلا مع جوابكم سيد الوزير نثمن كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة ارتباطا بتداعية جائحة كورونا ومعتبرين بأن المجودات مهما كانت حجمها فإنها تبقى غير كافية بفعل التوقف العديد من الأنشطة والخدمات وتأثر مقاولة الشركات وتراجع قطاع غايمهيك بنفسه في البيطالة تجاوز 12% وهذا رقم مخيف جدا على الرغم أن المغرب لا يزال لم يصل إلى نفس النسب التي سجلت في بعض المدن المثيلة أو المتطورة فنحن اليوم أمام معادلة اثنتين تتمثل الأولى في تسريع عدد كبير من العمال لأن المقاولات التي يشتغلون فيها توقفت بشكل كلي أو جزئي وتتمثل الثانية في منافي الشغل الشباب التي يطمحون إلى الحصول على حقه في الشغل لأول مرة وبالتالي فإن الضرورة تستدعي حماية حقوق العمال وكذا العمال على تأمين السمرارية لمقاولات والشركات التي توقفت أو توشيك على التوقف لتنضاف إلى باقي المقاولات التي أعلنت إفلاسها وفي هذا السياق فإننا وإذن نثمن خطة الانعاش اقتصادي التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السديس صلى الله وإيده ونصل الآن بالخصص المياه الأخرى المشغلة في السياحة والصناعة التقليدية والنق والبناء ومنظيم الحفلات وأرباب الحمامات وغيرهم من هنا السيد الوزير نشير بعض الأقاليم مثل أقاليم شيف شون وبعض المناطق التي تعتبر من أقاليم القاروية تجاوز نسبة لأكثر من 5% على سبيل أقاليم شيف شون يعد من أقاليم أقاروية تجاوز من نسبة 90% هذا الأقاليم السيد الوزير لا يفتقروا أي شغل مع أي قطعة من القطعة الحكومية إلا على الصناعة التقليدية والسياحة والصناعة التقليدية هم من القطعة المتضررين ولهذا السيد الوزير وطالبكم بإخراج منطقة الصناعية في أقرب وقت ممكن لتشغيل الشباب لأن كل القطعة التراجعة وعلى سلميسة كانوا يعتمدون على الفلاح الحرفية والتقليدية هذه التراجعة ولهذا سيد الوزير وطالب وقمتها شكرا تقيم الفريق الشراكي فضل سيد النائبة شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الوزير المحترم سيد الوزير المحترمة سيدات السادة ومحترمون بدورنا في فريق الشراكي نترحم أولا على جميع المواطنة والمواطنين الذين وفاتهم المنية بسبب هذه الجائحة وكذلك على التقم الصحية وعلى الجنود الأمامية التي كانت في الصفوف الأمامية بسبب هذه الجائحة سيد الوزير كان بيودنا أن تفعلوا مع أرقامكم ومع معطياتكم لكن للأسف أنكم يعني أفدتم واصفدتم في أرقام وفي تدخيم الأرقام وفي معطيات كثيرة جدا ونحن مناع على مواقع تشغيل ببلادنا نعلم السيد الوزير إمكانيات المحدودة التي للمفتشين وتفتشياء داخل هذه الوزارة سواء العنفر البشري سواء الإمكانيات المادية إذن في ضل هذه كبيرة جدا على الأعمال التي قامت بها هذه المفتشيات وتفتش لأماكن الشغل خلال مدة ما بين 13 مارس و14 مارس عندي سؤال عريض وكبير جدا ثانيا سيد الوزير المحترم نحن نتحدث عن واحد الحق وحق تشغيل لكي تتبر حق دستوري وحق أممي ومدخل أساسي للكرامة وللاستقرار الاجتماعي جائحة كورونا عرت على واقع مخيف المعطيات التي أعطتها المندوبية السامية للتخطيط مخيفة جدا والأرقام في تزايد سيد الوزير ونحن نرى اليوم أن مدن لا زالت تغلق لا زال الحضر يجتاح مدنا بأسرها ومدن حيوية اقتصاديا لذلك هناك معادلة لا تستقيم بين أن نضمن استقرار فتح مؤسسات فتح شركات فتح مقاولات ونضمن كذلك الشغل للعاملين بهذه القطاعات هناك قطاع آخر كنا ننتظر منكم سيد الوزير تكون في استراتيجيا وعلى سيد النائب سيد النائب انتهاء الوقت شكرا تعقيب مجموعة النيابة تقدم الشركية سيد النائب شكرا سيد رئيس سيد وزير المحترم بالفعل كل شيء اليوم يجمع لأن أكبر تحدي اليوم عند بلادنا وكيفاش نضمنه الشغل للمواطنات والمواطنين وهذا المطلب يعني وهذا التحدي أصبح جيد صعب نظر الظروف الاقتصادية التي تتمر منها بلادنا ولكن يجب الحكومة يعني المزيد من اجتهاد أكثر لتجد حلول لمنشأنها تخفض من ظاهيرات ومتنمي ديال البطالة وهذا شيء تستطيع تلمس في قانون المالية السنة المقبلة مع الأسف كانت إجراءات اللي كان أعتبرها مهمة لكن غير كافية نظرة للمحدودية ديالها لما تقدر يعني نوصل الهدف المتوقع وهذا شيء الاعتبار التالي لأن الاقتصاد المغربي كيتميز بدعف محتوى الشغل لأن فرص الشغل غير يعني بوحدة وفرة كبيرة وهذا شيء في خلال ما بين 2000 و2009 كانت كل نقطة ديال النمو كتعطينا زيادة في الشغل 0.33 تراجعتها هذه الأخيرة 0.16 في هذه الأشر سنين الأخيرة وهو ما يعني أن هذه الأساليب الكلاسيكية المقاربة البطالة اليوم لم تعد مجدية وفي الماضي كان الاقتصاد المغربي كي يخلق 30 ألف منصيب شغل لكل نقطة في النمو اليوم تراجع تقريبا ما بين 10 ألف و15 ألف وكيف كنت نضل الحكومة لهذه الإشكالية كنا كذلك كانت منه يكون بعض إجراءات قانون المالية من أجل تحفيز المستثمرين بعض الأقاليم التي هي أقاليم لما خدموا قبل كورونا ولم بعد كورونا ولا عمرهم يخدموا معنى يمش فين يخدموا ما نهضروش على طنجة وكذا خص الحكومة تجيب تحفيزات لهذه الأقاليم المستثمرين في هذه الأقاليم باش يمكنهم فرص الشغل وكذلك كان بعض الصناعة ملويتة نتمشي لهذه الأقاليم لمازالت سعب يعني مثل هذه الأنشيطة وشكرا شكرا لكم رد سيد الوزير على التعقيبات في حدود ما تبقى من الوقت في حدود دقيقة للأسف شكرا لكم شكرا سيد رئيس نقاط عديدة كان أن اللجنة بعد قليل ستكون مكان لمزيد المناقشة للنقاط التي أترت بالنسبة للقطاعات التي سيستمر الدعم اليوم توقع تلك البرامج دعم دلثة 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 نحن مقبلون إن شاء الله على بعض القطاعات الأخرى التي قدرتها لجنة مختصة في زارة المالية التي تقرر طبعا بناء على المعطية الاقتصادية المتعلقة بكل قطاع الصندوق تعويض عن فقدان تعويض عن فقدان شغل أيضا لمشتروع القانون تعديلي لغي يخفف من الإجراءات وغيض من مساهمة ديال الدولة من أجل تحمل بعض الأعباء من أجل توسيع القاعدة ديال المستفيدين ومشتروع القانون في الأمن العام الحكومة إن شاء الله سيعرضوا قريبا على مجلس الحكومة بشيجي المصادقة عليه الامتصاص بلسبة الثلاثة وعشرين ألف أنا كان نرى كثير من ثلاثة وعشرين ألف مشتروع قانون المالية الحالي ديال منصب شغل أحد السادة النواد آآ لكي نحيد التقاعد هذا العمل لم يكن داش لأن بالمناسبة في سنوات الماضية التي تضيف أيضا المتقاعدين ولكن نحن نتحدد في مشروع قانون المالية عن المناصب الجديدة لمحدثة ولكن بالنسبة البرنامج البرنامج الوطني لتشغيل الأخم ديال وعقد هذا الصافي سيد الوزير شكرا لكم وشكرا على مساهمتكم معنا في هذه جلسة ننتقل لقطاع السياحة وقطاع السياحة واصطناعة تقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي وأرحب سيد الوزيرة في سؤال أول للأغلبية مجمعات فرق الأغلبية أحد سيد السيدة النواب لطح السؤال فضل سيد نعيب شكرا سيد رئيس محترم سيدة الوزيرة المحترمة سيدات وسادة عضا مجلس النواب على تضرر العديد من المقاولات السياحية ولمالها من أهمية بارغة التي تحضى بها هذه القطاعات فإن استمرر تأثيرها بالتداعيات الخطيرة للجائحة وغياب أفق واضح للإنقاذ العامين بها والمقاولات والتعاونيات والشركات التي تشتغل في نفس المجال يدق سيدة الوزيرة ناقص الخطر وينظر بالأسوأ بما يترتب عنه اجتماعيا واقتصاديا إذا نسائلكم سيدة الوزيرة المحترمة ما هو تأكمل الأطار الجائحة على مختلف المتدخلين في القطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية وما هي استراتيجية الحكومة لتفعيل عقود البرامج مع المؤسسات العمومية العاملة في تلك القطاعات وما هي الإجراءات التي تود الحكومة إجراءها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين العاملين في قطاع السياحي والصناعة التقليدية المتأثيرين بتدعي جائحة كورونا وشكرا سؤال في رقم جمعة معارضة سيد نايم سيدة الوزيرة المحترمة غير خافة على أي أحد أن قطاعكم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والقصدات الجماعي تعرض لأضرار وحجم أضرار كبيرة بفعل جائحة كورونا أدت أولا إلى شبه ركود يعني في مختلف الشيطة تخلف عنه ونسع عنه يعني فقدان ألاف مناصب للشغل تلسان أيضا تراجع قيمة قصد الوطني وعائدات الخزينة العامة وكذا إحسيات العملة الصعبة وبهذه المناسبة وإذن نؤكب على أهمية عقود برامج التي وقعتها وزارتكم مع مختلف الفاعلين فإنها غير كافية ولن تحقق التعافي التام بالتالي نسألكم بإسم فرق ومجموعة المعارضة عن خطتكم الشاملة لرفع الدرع على مختلف العاملين في هذا القطاع وخاصة معاناتهم في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقصاد الإجتماعي وشغل لكم شكراً سيد النعيب السيدة الوزيرة لكم الكلمة اللي جواب بسم الله الرحمن والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي قبل الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات أودون أشكر فرق الأغلبية والمعارضة على طرحهم لهذا السؤال الذي يكتسي أهمية كبرى في هذه الضرفية القاهرة التي يدمر بها الاقتصاد الوطني فعلى مستوى قطاع السياحة المؤشرات الإحصائية أظهرت إلى غاية ما تمش تنبر ببلادنا انخفاضاً بنسبة 78% في عدد السياح الوافدين بما مجموعة جوج مليون فاصلة جوج سائح وكذلك تدانياً بنسبة 70% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة وتراجع بنسبة 63% في الإيرادات السياحية إلى قرنها مع سنة 2019 وبفضل النظرة الاستباقية لجلالة الملك نصره الله وبتوجيهات مولوية سامية بإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا كانت بلادنا سبق موازات مع التدابير الصحية الاحترازية لحماية صحة وسلامة المواطنين أولاً وإلى وضع تدابير استعجالية بهدف دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من الآثار السلبية عليه والحفاظ على مناصب الشغل وهالتدابير انصبت على تعليق أداء المساهمات الاجتماعية تأجيل سادات القروض البنكية وتعليق المراقبة الضريبية وتأجيل وضع الصريحات المتعلقة بها بالإضافة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية من أجل الحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للمستخدمين عبر تخصيص دعم للأسر العاملة في القطاع المهيكل وغير المهيكل فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والاحترازية فقد حرصت الوزارة على اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير وقائية بالتنصيط مع السلطات المحلية ووزارة الصحة ووضع الدليل تم تعميمه على كافة مهني القطاع مع القيام بحملات تحسيسية للتوعية وعمليات مراقبة ومن جانب آخر وللتخفيف من ددعيات الأزمة على القطاع عملت الوزارة على إعداد خطة عمل تهدف بالأساس إلى إنعاج السياحة الداخلية وذلك من خلال مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح المحليين وإطلاق حملة ترويجية مكثفة لإعادة التقى وتتمين المنتوج السياحي الوطني وسنأتي للحديث عنها لاحقاً فإضافة إلى وضع برنامج الإقلاع تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله حيث قامت الوزارة بتاريخ 6 غوش 2020 بتوقيع على برنامج تعاقدي من أجل دعم وإعادة إقلاع قطاع السياحة ويشكل هذا البرنامج التعاقدي تمرت للجهود المبدولة من طرف القطاعين العام الخاص من أجل بلورة برنامج عمل يضم استراتيجية طموحة ترقى إلى تحديات الكبرى التي يواجهها هذا القطاع وفي هذا الإطار ركز هذا البرنامج التعاقدي على ثلاثة أهداف أولاً الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ثانياً تسريع مرحلة الإقلاع قطاع السياحة وثالثاً وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة كما تم اتخاذ عدة إجراءات أخرى منها أولاً دعم العاملين بالقطاع من خلال منح تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء ثانياً تمديد تعليق أداء المساهمات الاجتماعية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كذا تمديد الإعفاء بالنسبة للتعويضات الإضافية الممنوحة للأجراء تمديد أجال سداد الديون متعلقة بضمان أكسجين لفائدة المقاولات السياحية إرساء ثلاث آليات جديدة للضمان خاصة بالقطاع السياحي استفد منها لحد الآن أكثر من 1200 مقاولة سياحية وكذا إحداث على الدخل والمساهمات الاجتماعية وقد تم الشروع فعليا في تنفيذ بنود العقد البرنامج حيث بدأ مستخدم قطاع السياحة بالتوصل بالدعم ديال 2000 درهم شهريا مع البدء في تفعيل إجراءات الأخرى علما أن الاستثمارات في القطاع السياحي ستعرف كذلك دفعة قويا ونفسا جديدا بفضل تعليم جلالة الملك محمد السادس نصر الله في خطابه الملك السامي بمناسبة افتتاح الدورة الشريعية الحالية لإحداث صندوق خاص للاستثمار استراتيجي وتمكنه من هيئات التدبير الملائمة على أن يكون نموذجا من حيث النجاعة والحكامة والشفافية مع الارتكاز على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له ومنها قطاع السياحة حضرات السيدات فيما يتعلق بالسياحة الداخلية فلابد من الإشارة أولا أن المواطن المغربي كيمتل أول زابون لمؤسسات الإيواء السياحية في المغرب حيث يساهم بـ 4% من مجموع لليال المبيد ففي سنة 2019 كانت السياحة الداخلية حقا تقريبا طولة المداخل السياحة بمبلغ قدره 41 مليار درهم ورغم الدرفية الحالية الصعبة فقد عرف الموسم الصيفي الأخير إقبال في عدد من المحطات السياحية خاصة الشاطئية نذكر أغادير والسعيدية والدخلة ولكن كذلك إفران والفندق والمضيق وقصد إنعاش السياحة الداخلية وضعت الوزارة خطة عمل وفق دراسة مفصلة ترم مراجعة العرض وتكييفه مع طلب السياح المحليين وفي هذا الإطار تم تكتيف عمل القرب مع الشركاء المحليين والمهنيين والعمل بشراكة مع المجالس الجهوية والإقليمية للسياحة لإبراز المؤهلات السياحية لبلادنا بما فيها العالم القروي وقد أعطى عقد البرنامج لإعادة إقلاع القطاع السياحي الذي تطرقنا إليه سابقا حيزا هاما للسياحة الداخلية وذلك بإقرار عدة إجراءات التزمت الأطراف الموقعة عليها بتنزيلها للنهوض بالسياحة الداخلية بعروض مناسبة كما تدخلت الوزارة على مستوى تشريعي بإصدار قانون رقم 30 20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين لتجنب إفلاس المقاولات السياحية ومن ضمن أهم الإنجازات والتدابير المحدة في إطار البرنامج التعاقد أيضا قد تم إصدار المرسوم الذي سيمكن المرشدين السياحيين من التوفر على التغطية السحية كما أننا بسدد تعديل القانون المتعلق بهذه الفئة وكذلك النصوص التطبيقية الخاصة به على مستوى الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومن منطلق تأثر هذا القطاع كثيرا بفعل الجائحة قامت الوزارة منذ بداية الأزمة بأبحاث ميدانية لتتبع وضعية مهنية الصناعة التقليدية ببلادنا وقد أبانت الدراسة على أن أنشطة القطاع رفت توقف بنسبة 80% خلال فترة الحجر الصحي وهبوط في المبيعات والدخل المتوسط الفردي بنسبة 95% بالإضافة إلى شبه توقف لعمليات تصدير وبعد رفع الحجر الصحي تم استئناف أنشطة صناعة التقليدية بمعدل 66% بشكل عام وبنسب متفاوتة بين مختلف الجهات والحرف وقد بلغت نسبة صناع المستفيدين من الدعم المالي المباشر للدولة حوالي 65% منهم ومن جهة أخرى أظهرت الجائحة أن القطاع بالرغم من أهميته الاقتصادية والاجتماعية يعاني من مجموعة من المشاكل الخاصة بدعف هيكلة وهشاشة القطاع مما جعلنا نستعجل الإسراء بهيكلته عبر استصدار القانون رقم 5017 المتعلق بمزاولة أنشطة صناعة تقليدية وسيمكننا من تعميم التغطية الصحية على جميع الصناع التقليديين تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش وفي خطاب افتتاح الدورة الشريعية الحالية ومن جانب آخر فإن الوزارة عازمة على النهوض بهذا القطاع وذلك بإعداد استراتيجية جديدة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية وكذلك في ديرانية مقاولات الصناعة التقليدية والشركاء الآخرين وهذه الاستراتيجية تهم التدابير ذات الأولوية للحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز طلب على منتوجات الصناعة التقليدية إلا أنه مع تفشي جائحة كورونا وفي انتظار إتمام هذه الاستراتيجية الهامة قمنا بتفعيل بعض التدابير الاستعجالية تخص التسويق والمواكبة والتمويل ودعم الحرف فبالنسبة للتسويق تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة من خلال دار الصانع وسبع منصات للتسويق الإلكتروني بالمغرب لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية وبيعها عبر الانترنت واستفاد أقصى عدد من الحرفيين والتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي من هذه الطريقة التسويقية المهمة للغاية وسيتمكن الفاعلون المعنيون بهذه المبادرة من ولوج المنصات التي يختارونها والاستفادة من عدة خدمات منها الإحداث المجاني لمتاجر إلكترونية لعرض منتوجاتهم إطلاق أنشطتهم للبيع عبر الانترنت التكوين في مجال التسويق أما التسويق المباشر فقد وضعت الوزارة برنامجا لدعم ومواكبة عمليات تسويق عبر الفضاءات العمومية وشبكات التوزيع الكبرى من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة مع استغلال فضاءات العرض التابعة للوزارة وقد تم دعوة جميع مكونات الإدارة المركزية والترابية وكذلك المؤسسات العمومية على دعم استهلاك منتوجات صناعة تقليدية من خلال الطلابيات العمومية وفيما يخص الولوج إلى التمويل تعمل الوزارة على مواكبة الفاعلين في قطاع من أجل الاستفادة من المنتوجات التمويلية المتوفرة سواء قبل أو بعد أزمة كورونا وبالإضافة إلى قيامها بإعداد برنامج خاص لتأهيل بعض الحرف الوائدة يشمل تطوير جميع سلسلات ومكونات القيم من توفير المواد الأولية إلى التسويق مروراً بجميع مراحل الإنتاج والتتمين مع الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للصانعات والصناع التقليديين من خلال أولاً تفعيل مقتضيات القانون رقم 98-15 الخاص بنظام التأميل الإجباري عن المرض وكاد القانون 99-15 المؤسس لنظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء بما فيهم الصناع التقليديون وتم بهذا الخصوص فتح باب المشاورات مع المهنيين كذا وضع الإطار القانوني لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية من خلال استصدار القانون 50-17 وهو قانون مهم يؤثر لأول مرة كما أشرنا إلى ذلك مهن الصناعة التقليدية أما بخصوص الاقتصاد الاجتماعي فقد عملت الوزارة على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات على سعيد خمس محاور وهي أولاً التواصل والتشخيص ثانياً الإنتاج والتسويق ثالثاً التمويل رابعاً التكوين ودعم القدرات وإخيراً البحث عن مصادر تمويلية في إطار التعامل الدولي فيما يخص التواصل والتشخيص فالهدف هو حت مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على احترام التدابير الوقائية المحددة من قبل السلطات المحلية كما قامت الوزارة بعملية استسلاع عن بعد لأوضاع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتعلق بمعطيات ومعلومات حول تأثير تداعيات الجائحة على التعاونيات ذات طابع اقتصادي لتقييم الأضرار واقتراح البدائل فيما يخص الانتاج والتسويق تمت مواكبة التعاونيات من أجل الحصول مجاناً على الشهادات الضرورية للمساهمة في انتاج الكمامات الوقائية بالإضافة إلى الملابس الطبية الوقائية كذلك القيام بحملات تواصل إشهارية لتشجيع على استهلاك منتوجات التعاونيات إطلاق مبادرة اسمها متضامنون مع التعاونيات لاقتناء قفاف تضامنية مزودة 100% من مشتوجات التعاونيات التشجيع على استهلاك المنتوج التعاوني من قبل الإدارات والمؤسسات في مختلف المناسبات ودعوة القطاع الخاص من أجل المساهمة في برنامج يهم اقتناء منتوجاتهم أما فيما يخص التمويل فكان اشتغلت الوزارة على ربط الاتصال بين المؤسسات البنكية والصندوق الدمال المركزي من أجل تمكين هذه التعاونيات من الاستفادة من منتوجات البنكية المتوفرة كضمان أكسجين وضمان إقلاع كذلك إطلاق النسخة الأولى لمشروع مؤذرة لتمويل مشاريع تنموية لفائدة المؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي وكذا دعم ومواكبة مختلف مكونات هذا القطاع وذلك بالبحث على مصادر تمويلية إضافية خصوصا في إطار التعاون الدولي هذه العملية جاءت في إطار شراكات مع عدد من الدول من بينها كندا وفرنسا وهمت عدة جهات وإسبانيا كذلك وهمت عدة جهات من المملكة السيدات والسادة النواب على مستوى النقل الجوي لقد تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة ابتداء من 25 يونيو مع العمل بشكل تدريجي على زيادة في عدد الرحلات وتوسيع شبكة الخطوط حسب تطور طلب فحاليا تقريبا 78 رحلة أسبوعية عبر 20 خط جوي فيما يخص الرحلات الاستثنائية فابتدت يوم 15 يوليوز وقد مكنت هذه الرحلات الاستثنائية من نقل أكثر من 9000 مسافر في تقريبا 9000 رحلة على مستوى تدبير المطارات فبالنسبة للاستغلال قاب المكتب الوطني للمطارات بتنفيذ مخطط عملي للوقاية والحد من المخاطر الصحية لجائحة كورونا مكن من الاستئناف تدريجي لأنشطة المطارات في شروط صحية سليمة للمسافرين والمستخدمين وكل مستعملين نقل جوي فيما يخص الجانب المالي وضع المكتب نظاما لتحفيز المالي لفائدة الشركات الجوية بهدف إنعاش الحركة الجوية وكذا تمكين الشركات الجوية والشركاء تجاريين بالمطارات من تأجيل أداء الفاتورات المستحقة للمكتب هذا بالإضافة إلى وضع مخطط لتقليص من نفقات تسير وتأجيل استثمارات غير المستعجلة السيدات والسادة النواب المحترمون إن هذه الجائحة خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية واضحة وأنا على تقة كبيرة أنكم تستحضرون أهمية الضرفية وتقل الإكرهات والصعوبات المواجهة للتعاطي الإجابي مع هذه الأزمة في إطار مقاربة تشاركية للحد من خطورة هذا الوباء كما أن الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة تأتي انتجاما مع التدابير الاستباقية التي نهجتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصر الله في إطار التعبئة الشاملة وراء جلالة الملك والسلام عليكم ورحمة الله شكرا سيدة الوزيرة ننتقل للتعقبات ونبدأ بتعقب فريق العدال والتنمية شكرا سيدة نائب شكرا سيدة الرئيس سيدة الوزيرة سيدات السادة النواب المحترمين شكرا سيدة الوزيرة على العرض الذي جاء به عدد كبير للمعطيات لمهمة التي أنجزتها الدولة المغربية وفي قطاعكم الحيوي اللي هو السياحة اللي هو قطاع حيوي وستراتيجي نسبة للبلاد بدروا عليها أموالا مهمة ويشتغلوا به كمن هائلة من المواطنين المدن السياحية سيدة الوزيرة المهمة في البلد يعني على رأس الأصابع تنجا مراكش أقادير يعني المدن الكبرى طبعا مراكش المدينة السياحية الكبرى والوجه السياحي الأولى دي المغرب كلها كانت تحت وطأت هذا الوباء وعرفت كما عرفت جميع المدن الحجر الصحي الكامل وبعد التخفيف والتصنيف بقيت مدينة مراكش وأخواتها الأربعة في المنطقة اتنان التي تحتاج إلى تراخيص للدخول أو الخروج منها وطال هذا البكت السيدة الوزيرة مما أدرى كثيرا بالجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث كل مكونات الأنشطة السياحية توقفت فناديق النقل السياحي شركة كراء السيارات المطاعيم حد عدد مهم من المقاهي والأنشطة التضامنية والتقليدية والصناعة التقليدية إلى آخره كلها توقفت ناس يعني الكوتشيات دي المراكش أنا تحدث عن الأقل من هذا النموذج دي المراكش ناس دي جامع عفنا عمر جامع عفنا ما توقفت توقفت طبعا بسبب هذه الجائحة والناس ناس دي الرواد للحلقة دي الجامع عفنا دي هم توقف سيدة وزيرة تكلمتي على بأنه الدولة فعلا درت مجهود كبير يعني من أجل مساعدة المشتغلين في هذه القطاعات كلها الحيوية والرئيسية بنسبة لمدينة مراكش والخصوص وهنا تكلمنا على مراكش ولكن يجري عليها على الأقل ما يجري على مدينة تتانجا ومدينة أقادير وغيرها من المدن ولكن نحن نريح بغينا نوصل على الأقل يعني لذلك الوضع للمدينة أقادير على الأقل يعني لمهم أولا على مستوى المشتغلين السياحة رغم إجراءات كلها اللي درت رغم إجراءات يعني هذه ثمانية أشهر وغيرها نزيده ما زال عقد البرنامج تكلمته على ما بعد كوفيد يعني عقد البرنامج في ما بعد كوفيد ورغم إجراءة باقي كوفيد وما عفنا شانتغى انتهيت الله تعالى أن يرفع عن هذا الوباء في أقرب في أقرب وقت ويكد راك مهم جدا من الناس لم يستفدوش من هذه المساعدة تقتل السيدة الوزيرة في الإحصاء ديالك إنها خمسة ستين في مئة ستناعة التقليد وما يستفدو ولكن خمسة وثلاثين في مئة لم يستفدوش إلى تقتل إحصاءات مضبوطة يعني هذين لم يستفدوش يغيروا كيفاش غيروا يعيشوا وبالتالي القضية ماشي سهلة إذا تحتاج إلى مواكبة مستمرة هذه المدن السياحية بالخصوص السيدة الوزيرة تحتاج إلى مواكبة يعني مستمرة من طرفكم وبالتالي أنا كنقول اليوم مراكش بالخصوص سنتكلم عليها خاصة واحد خاصة غير في المقاربة السيدة الوزيرة وانتي كنت تنوبي على مدينة مراكش وعلى المدن السياحية في الجنة تتبع المتعلقة بهذه القرارات ديال 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 على المدن اليوم مراكش لم تعد تحتمل هذه القرارات ديال 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 الدخول والخروج منها هذا المقاربة صافي يجب أن تنتهي أو على أن أن تراجع بطريقة ما على الأقل اللي كان عنده اللي عنده ريزيرفاسيو ولا عنده شي حاجة يدخل فإذا هذا 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 على مراكش غير غير الناس كثير واحد شوية شهور ما كان مشكل ولكن يعني يعني إلى هذا الحد لا فإذن أولا المنظومة المحلية تشتغل مزيان وضبط الأمم مزيان والأمم مستقرة من ركش نسبيا وخير بقيم وقلقة ولذلك خاص هذا تعقيم فريق الأصار المعاصرة السيدة الرئيس السيدة الوزيرة السيدة السادة نواب نوح من السلف اللون بالنسبة لواقع السياحة بين المغرب السيدة الوزيرة كنشكرك على العرض ولكن الأرقم اللي قلت كنستغرب كنستغرب لهذه الأرقم هذه لأننا نحن الذين نعيش مع مهنية وحيرة في القطاع السياحي اشتكون يعني وهذه الأرقم ربما يعني تدرت في الأوراق كننا موصلتش لهذه الحرفيين والفئة المتدرية بشكل مباشير يعني من فضيل هذه الجائحة هذه السيدة الوزيرة إن واقع الحال بالمغرب اليوم مرتبط بشكل سلبي بالأزمة الصحية التي سببتها الجائحة والتي أنهكت القوة السوسي اقتصادية للمواطن المغربي بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة تاني مصدر اقتصادي بعد الفلاحة من حيث تشغيل والمبادلات خاصة في المناطق السياحية الرائدة والتي أصبحت للأسف شديد مدن وقرمه جورة كمرزوجة العالمية الشهيرة وأقادير مراكش وفاس ومناطق أخرى من البملكة السيدة الوزيرة إن وزارة السياحة اليوم والحكومة عامة عاجزة تماما عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهني النقل السياحي والمستمرين في القطاع السياحي فأصبح لزاما إنشاء صندوق على هذا الأساس لإنقاذ جامع الشركة والفئات المتضررة التي تواجه صعوبات لممارسة نشاطها بسبب هذه الجائحة مما يتطلب من الوزارة التدخل العاجل وعدم اتخاذ موقف المتفرج كتأجيل أو إلغاء الرسوم الإسهامات الاجتماعية لمختلف الشركة المقاولة السياحية وتأجيل الاستحقاقات البنكية والمصرفية من طرف المؤسسات القروض وذلك بدون فائدة على الأقل إلى حين انتهاء الجائحة لإعفاء الضريبي لمدة حين أن يتعافل قطاع النقل السياحي وذلك بالإعفاء من الرسوم الضريبية كالضاربة المهنية فجل مكاتب النقل السياحي مغلقة وكاد الضريبة على المحور فجل حافلات الخاصة بالنقل السياحي مركونة والضريبة على القيمة المضافة لتشجيع استمرارية المقاولات لذا نلتمس منكم السيدة الوزيرة التدخل والتنسيق في إطار يعني تضامن العمل الحكومي مع وزارة تجهيز النقل من أجل تعديل القانون التنظيمي الجديد للنقل السياحي خاصة أن بنده لا تلائم مهني النقل السياحي لذا يجيب الإبقاء على 12 سنة كحد أقصى لاستغلال السيارة السياحية كما كان في دفترة تحملت لسنة 2014 وتمديد الحد الأقصى لعمر السيارة عند أول استعمالها للنقل السياحي إلى خمس سنوات كما كان في السابق وعدم احتساب سنة 2020 من عمر جميع المركبات الخاصة للنقل السياحي على على اعتبار أن العمل أو أن الشلال أصاب القطاع السياحي منذ ما يقارب 8 أشهر كما نطالبكم بالتدخل العجل لدعم جميع الفئات المجتمعية المتضررة من القطاع السياحي خاصة بالمناطق الهشة والحدودية التي يعد العمل بهذا المجال المورد الوحيد للرزق خصوصا منطقة مرزوقة يعني بإقليم الرشيدية منطقة زاقورة أقادير مراوكش شون جميع المناطق التي تعتمد على العمل السياحي كمصدر واحد للرزق لذا يجب إعطاء دعم مباشر لهذه الفئات وندكر منها أيضا مهني النقل السياحي أرباب الماءوي والمطاعم السياحية أصحاب المخيمة السياحية الرملية لبيفواغ المرشيدين السياحيين إذن نسجل السيدة الوزيرة عدم الوفائكم بتاعهداتكم تجاه المرشيدين السياحيين مستعمل القوافل للجمال الاكتشاف يعني شرح الشمس وغربها صدو سيد نائب صدو سيد نائب مستحال التقنية عطي الصوت سيد نائب صدو شكرا سيد رئيس سيدة الوزيرة المحترمة سيدة السادة النواب المحترمين بداية نشكركم سيدة الوزيرة على كل ما ورد في جوابكم من معطيات وفية حول موضوع سؤال الفرق الأغلبية والأكيد أن قطعة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي من القطعة التي تضلع الأكثر تضررا بفعل تداعيات جائحة كورونا فيروس جائحة كوفيد 19 فيروس كورونا مما أثر بشكل مباشر على بلادنا من حيث عائدات العملة الصعبة إلى جانب الإغلاق الشبه الكل للوحدات الفندقية وهو ما تسبب في فقدان ألف من مناصب الشغل دون أن ننسى قطع النقل بكافة أصنافه وخاصة النقل الجوي حيث تضررت كل هذه القطاعات من الجائحة كما ورد في جوابكم السيدة بأرقام مقلقة لا داعي لإعادة ذكرها وعليه فإننا في فرق الجمعة الدستوري نقدر بشكل كبير القلق العميق الذي يعيشه مهنيون نظام منظومة قطع السياحة ونحس بحجم الترقب التي يوجد عليه النسيج المقاولاتي والمهني المرتبط بالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامن وهنا لا بد من الإشادة بانخرط كل مهنيين وأرباب المقاولات السياحية في تنزيل القرارات الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء وتأثيره إيجابي على مختلف المهنيين ومن جانب آخر نتمن التدابير التي تبنتها الحكومة بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة سواء خلال بداية الجائحة أو بعد التخفيف التدريج للحجر الصحي حتى تجتاز هذه القطاعات هذا الضرف الصعب بكل ثقة وأمان من خلال مواكبة العاملين بالقطاع سواء عبر إجراءات موجهة المقاولة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين المتضررين أو الأجراء المصرحة بهم لدى صندوق الضمال اجتماعي أو للقطاع غير المهيكل خاصة وأن أغلب المشتغلين في القطاع ينتمون إلى القطاع الغير المهيكل أو عبر إخراج القانون الرقم 30 بسن أحكام خاصة بتتعلق بعقود الأصفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين هذا القانون الذي جاء في إطار الدعم الشامل المقدم لمساعدة عدن من القطاعات العاملة والوكالات العاملة في القطاع السياحي من مؤسسات سياحية ووكالات أصفار وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي تداعيات الجائحة وتجنيبهم جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وما خلفهم من تأثير على مناصب الشغل وللتخفيف كذلك من الخسائر المالية التي ستطالهم دون أن ننسى الإجراء الحكومي الأخير المتمثل في التوقيع على عقود برامج أود أن أذكر السيدة السادة النواب أن هناك جلسة شريعية سوف تعقد بعد هذه جلسة وسوف تنطلق مباشرة بعد الجلسة للأسل الشفاوية شكرا لكم إذن الآن ننتقل لتعقيب الفريق الاستقلالي وحده التعادلية تخضي السيدة النائبة السيدة الوزيرة في الحقيقة العرض ديلكم كفاني على مجموعة طلاب الاستضاحة التي كنت نويا نسجلها ولكن تضح بأنه أولا الدعم الذي اهتمته به أساسا للمقاولات وإعطته أيضا للتعاونيات الكبرى وهذا يكفيني الهم أنه نقول لك بأن هذه المقاولات الصناعة التقليدية هي المقاولات التي تقوم بالتصدير ولكن الذي أهملته هو الصانع التقليدي الذي ينتج ذلك المنتج والذي يقلس في الحانة أو في الفندق يبيع ذلك المنتج والذي رهنت أنه يبيع منتجه يدخل السائح وهذا فيه خطأ كبير أولا لأنه المنتج الصناعة الوطنية في أكبر نسبة منه يستهلك المواطن المغربي في المناسبة لأفرح وكذلك في بناء المسكن دياله ولذلك إذا كنتو كتربطوا صناعة تقليدية بالسياحة فيمكن لنقول أن السائح التقليدي أن الصانع التقليدي له الله اليوم في حين أن هذا الصناع التقليديين هما أولا حماة الموروط اللامادي اللي كيعكس العمق الحضاري ديال البلاد سميتها الأمة المغربية تانيا أنهم هما بالمجهود الإبداع اللي يمكن الصناعة التقليدية تربع على عرش المنتوجات اللي عليها إقبال عالميا سيدة الوزيرة لما كتكلمي لنا على الصانع التقليدي وكتكلمي لله الأمر من قبل ومن بعد سوف واش بعد ثمان شهور باقي شي سوف للصانع التقليدي سيدة الوزيرة ره صناع تقليديين في فاس ومراكوش وتزنيت واشف شون وغيرها اللي عنده الزربية ره دخلتها التونية واللي عنده الجلد ره خسر وكي يباع الأدوات دياله باش يخلص الكرة وكذلك باش يأكل هذا هذا القانون التغطية الصحية القانون الإجبارية التأمين الصحي اللي هو 98 و15 ره مشروط السيدة الوزيرة بهذا مشروع القانون 50 و17 اللي كيحدد من هو الصانع التقليدي يو إذا منين تكونوا كتقولوا الناشي حاجة عفكم قولوا هن مقدة سيدة الوزيرة أنتم ما تتعملوا بدك النظرية جيل التدفق في الاقتصاد اللي معناها بالعام مية إلا درنا المفرس العقبة غادي ترش الحذرة وإلا غنينا الغني غادي ترفح الفقر ووصلتنا أنه الغني بالوقت العوام هذا كل المعلوف سيدة النائبة شكرا سيدة النائبة تعقيب الفريق الحركي سيدة النائبة شكرا سيدة الرئيس سيدة الوزيرة محسر ماء إخواني أخوتي فعلا سيدة الرئيس وصبنا بخيبة الأمل هذه أسبوع ونحن نتكلم أو شهر على المأل ديال هالقطاعات في جوج أكبر ضرارا اللي تضر من هالجائحة هي السياحة والصناعة التقليدية شفنا العرض يا سيدة الوزيرة نظرا لأن السيدة عندها خمسة شلوة ربعة شهر معنا ما غاد نقول أنا غاد نتكلم على الأوذن الصغير مع الحكومة قصات عرب على أن هناك مشكل خاصة يتعالج رقي طعيني بجوج الصناعة التقليدية والسياحة ما عنا ما نقول سيدة هذه مشكلة شامنا عدين لا نتكلم مع الحكومة الحكومة سمع المشكل في الناس هدارنا وهدارنا ما استجبنا أحد لأننا نصف عذن صارغية هذا مشكل سيدة الرئيس وقصنا نكونوا وعين بكاملين وتحملوا في المصولية كان نقول على أن الصانع التقليدي الآن ما بقاش يصبر وقاد وكي يعاني في صمت ما ليس هناك عرص ولا أي شيء راه مسكيم تكالحين في البرودة والكرا راه الآن في العريش هات السيمانة الثلاثة ديال المحلات التجارية الصناعة التقليدية وشو بالإفراغ وشوفوا معا الوفق الشركاء ديالنا وشي مبادرة صاحب العقارات يصفروا شوية في هاد المدة ونعجوا هاد المشاكل الناس كانت شرت وحنا كنشوفوا كبرلمان كمس أولين الواكالة السياحية عين مصر ديالها تكلمتوا من القضية ديال كونترا بروغام ولكن غاب هاد العنصور ديال الواكالة الأصفار فينا هما واحد شلاسة ولمنعبش حمليهم عندهم خدامة عندهم مشاكل سلف اللهم أعلم شنو الحالة دياله فإن مصر دياله بغينا اليوم نقولوا على النقص نقصوا مع هاد الناس ونضيروش التفاتة ما نبقوش يمشوا عندك الجز اللي هو صغير مش ننوحل فيها صغيرة بحل اللي عمل الوزر تشغيل وزر تشغيل مش ننوحل المجموعة صغيرة هي اللي استاتفوها وخلوا هادو كل هما محسوا من شي هما الأغلبية احتاجة لا شيء وعرجوا عن فرقوا القفاهم جديد والسيدنا أعطى إشارة قوية في خطاب دياله قال اهتموا بالناس قال شوفوا الناس نجلوا عند الناس والنصف اللي شوفوا هما السيد الرئيس السيد الوزير لا نتكلم على رئيس الحكومة كسو يسمع كاين مشكل فانقطعات بشوش لا نتكلم منقطع اخوان دكرو بعد الموضوع شكرا سيد نائب شكرا سيد نائب تعقيل الفريق الشراكي سيدو سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس سيد الوزير سمعنا لكم بإيمان طبيعة الحال القطاع للسياحة هو قطاع مهم يعني كيد عاملة مهمة العملة الصعبة قطاع اللي كيتأثر وكيأثر في واحدة مجموعة القطاعات الأخرى من هنا النقل الجوي السياحة وما إلى ذلك والضرفية بغينا ولكرة هنا اليوم هي ضرفية صعبة تحدثت على وضعية قاهرة ومن بعد ما كنا بدينا نتفاعله بالقودهم دي البعض السياح نحن نشوف بعض الدول على المستوى الأوروبي اللي بدأت عود تدخلت في الإغلاق وفي الحجر الصحيح وبالتالي أخا كيبغي الإنسان يتفاعل ولكن على الأمد المتوسط كيثبنا لأن الأمور صعبة جدا المطلوب إجراءات سيتنائية وتحدثت على وحد مجموعة إجراءات اللي كتسم الجانب دير الدرعيب ودير القرود لكن سيد الوزيرة سمحوا لي واحد نقطة اللي هي مهمة تتحدثون فقط على الفناطق المصنفة في حين أن هناك آلاف الفناطق الغير المصنفة تشغلوا يدا عاملة مهمة كتعطين واحد النفس ومجموعة المناطق لأن الأمر لا يتعلق فقط بالموضل الكبرى السياحية الكبرى بقدر ما يتعلق بالمغربي من شماله إلى جنوبه وأنا تحدثوا عن تطوير السياحة الداخلية والسياحة القاروية والسياحة الجبلية والسياحة الدينية وما إلى ذلك كان بعض مرات اللي كتعاني أصلا وكان السياحة هو متنفس لها نتكلموا لجهات الطنجات يطوان توقفت واحد جنوعة الأسر كانت تشغل التهريب المائشي واحد المجموعة الأسر اللي كانت تشغل في مليليا وبسبتال الآن وجدون نفسهم عالقين بدون عمل والآن السياحة كذلك متوقفة بمعنى أن مجموعات المناطق متوقفة بشكل نهائي المطلوب السيدة الوزيرة هو أنه بالإضافة إجراءات الستثنائية هو أنه يدلوا المجهود باش نضمنوا الحد الأدنى ديال الضمان ديالستمرار ديال المقاولات السياحية وكافة العاملين معها باش نضمنوا الاستمرار ديالها ونضمنوا الحفاظ على مناسب الشغل وكذلك العامل على تصويق عدد من المناطق ببلادنا اللي عندها أهميتها لأن السؤال المتروح هو شنو الفرق بينتنا وبين واحد من جموعة الدول اللي تستقطب كل شي عدنا خصت فر فقط واحد الإرادة اللي تسمح أننا نحقه الأهم في الجانب السياحي هو التطوير دياله شكرا شكرا سيد رئيس تعقيب مجموعة النية بالتقدم الشركية تفضل سيدة نائبة شكرا سيد رئيس سيدة الوزيرة عندي جوجة للتقايق وعندي معهم جوجة لنقاط أساسية سنحاول نركز عليهم النقطة الأولى سيدة الوزيرة كانت تابر بأنه ما خصف مش فضل وضعيات كتافية وبالتقارير اللي كانتجي عندكم من المكتب في الرباط ولكن تنزلوا لما كانت نزلوا برجلكم تشوفوا الوضعية الحقيقية التي يعادلنا اليوم الصانع التقليدي صانع التقليدي اليوم سيدة الوزيرة يعاني في صمت وكانت تكلم على صناع التقليدي البساطة اللي عندهم محال صغير ما كانت رأيت مع الارتفاع للمواد الأولية يعانون يعني وقفوا العمل اليوم سيدة الوزيرة كنحملكم المسؤولية كاملة الوضعية اللي كيعيشها اليوم الصانع التقليدي هبتودروا إطلاله على مستوى فاس سيروا على مستوى مراكش شوفوا واحد عدد ديال المدن اللي فيها الصناعة التقليدي اللي كانت كالظهرة اليوم دابولة وبدأولا معها الصانع التقليدي الباسط للأسف سيدة الوزيرة لمسألة ثانية سيدة الوزيرة لما كتتكلموا على الصياحة الداخلية جيد يعني تدابير اللي كدر مزيان ولكن للأسف كدرواها بشكل جزيئي غاتمشوا لمشروع ديال القانون المالية غاتلقوا بأن المحرك ديال السياحة الداخلية شكون طبقة المتوسطة شدرتوا لها دق دقتوها أبدعت حكومتكم في يعني الموضي بالوراء بهذا الفئة اللي يمحرك أساسي الاقتصاد الوطني السيدة الوزيرة للأسف يعني احنا كنت تحضروا دقة وصعوبة وديال المرحلة ولكن للأسف البرامجكم وتدابيركم الحكومية تنقصها الجرأة وتتميز يعني بالتجزيع الدعم والتدابير والعقود لبرامج اللي كتقوموا بها كتمس واحد واحد الفئة ولكن الفئات مقاولة صغيرة فنادق غير مصنفة فاعلين فورا دفعات القطاع لأنهم في صمت سيدة الوزيرة للأسف رد سيدة الوزيرة على المداخلات تعقيبات في حدث ما تبقى من الوقت شكرا السيدات والسادة نواب على تدخلاتكم والتساؤلات ديالكم أولا بغير تكركم أن الجناف مدابة واحد شوية على الميزانية ديال 2021 يمكننا ديكسة عن ترقض بعض المواضيع ولكن بعجلة بعض الأجوبة أولا فيما يخص الصناعة التقليدية نحن وعيين كل وعي بالمعاناة ديال الصناعة التقليديين اللي عانوا كثير في هاد في هاد الفترة كان أكدوا بأنهم في الفترة الأولى استفدوا من الدعم اللي جات به اللجنات اليقادة عبر الصندوق وكذلك أنهم يمكنهم يستفدوا اليوم من الآليات ديال التمويل للأسف الأبناء أو المؤسسات المالية ما كيعرفو يتعاملوا مع الصناعة التقليديين وبالتالي الوزارة تشتاغل مع مجموعة من الأبناء مع مجموعة من الجهات باش نلقاوا واسيلة باش نفسرو نهاية الصناعة التقليدية لأنهم ما كيعرفوش ليبيلون ديال ما كيعرفوش تكلموا لغات الأبناء كان ساعدوا الصناعة التقليديين باش يستافدوا بهذا شيء اليوم للآليات ولكن نرجع القانون هو مهم لقاش كان عندنا من القبل وكانوا النصص تنظيمية نتمكننا من هيكلة هذه القطاع ونطرقوا كل فرع للصناعة التقليدية المشكلة هو الصناعة التقليدية معلوم كين الصناعة التقليدية ذات الحمولة التقافية التي تكلمتوا علىها ولكن الصناعة التقليديين كين وحدين أخرين لميكانيسيا الكوافرة كين أصناف كثيرة وخاصة نشتغل على هذا القانون باش نصنفهم باش نبدأ نشتغل على التغطية الاجتماعية وآليات خاصة بالصناعة التقليديين فيما يخص السياحة رأيتم الأرقام المغرب ولكن رأيتم الأرقام عالميا للأسف لم يكن يتوقع بأن سنبقوا في هذه الأزمة كنا نعمل بالفعل برنامج ما بعد الأزمة للأسف نحن لا زال في هذه الأزمة ورأيتم الأرقام المشكلة هو توازن بين الصحة والسلامة وبين العودة للنشاط فقمنا بزيارة ميدانية من طنجل الدخلة من وجدان أقادير شهريا وسبوعيا نعمل مع الجيات باش نشوف كيف نمكنهم من الاشتغال ولكن للأسف هذه قيود السفر سواء الداخلية أو الخارجية كتطرح لنا مشكل باش يمكن قطع السياحة باش يرجع الاشتغال وهو أهم حل لباش نقدر نساعد جميع شكرا لكم سيدة الوزيرة وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة إذن نكون قد سوف نجد دول أعمال هذه الجلسة تنطلق بعد قليل أو